سهر خير و اهلا بكم حلقة جديدة من بوكس تو بوكس الحقيقة قلت النهاردة ابدأ باهم حاجة حدث في السنة يعني الاحتفال بعيد الام ده له معنى كبير جدا عند كل الناس الام يعني انا مش هقول اكتر باللزميلي قالوه على مدار اليوم يعني في كل القنوات التلفزيونية في كل محطات الراديو على سوشيال ميديا وعلى المواقع وفي كل حتة لكن انا هتكلم احساسي كابن ونحية امي اللي هي يعني بتمثل بالنسبة لي ولكل انسان امه بتمثل لي الحياة ودايما بقول اذا اخترنا كلمة نعبر بيها عن الام فهي الحياة في كلمة واحدة هي الحياة هي الحياة بمعنى ايه انه هي اللي ادتك العطف وهي اللي ادتك الحنان وهي اللي ادتك الحب وهي اللي طول عمرها بتديك العطاء وهي اللي متعتها في العطاء يعني ممكن الواحد يبقى متعته انه يأكل يشرب ياخد هداية يشتغل شغل كويس ينجح في عمله يعمل موقف يتشاهر يعني يكسب فلوس كتير ولده يبقى كويسين الام متعتها ان هي تدي مش تاخد يعني انت لو بتدي لامك كل حاجة هي متعتها اكتر لما هي اللي تديك كل حاجة وده يعني عظمة الام وده الغريزة لزرعها ربنا سبحانه وتعالى في كل ام علشان كده يعني واجب على كل واحد ان يحط امه في عينيه وانه يحسسها باستمرار ان هي في عينيه ومش بس النهاردة في عيد الام تقدم لها الهدية او تكلمها في تليفون او تروح تزورها او تقعد معاها او كلام ده لكن لازم طول الوقت الام تحس ان هي في عيون ابنها او بنتها اليوم النهاردة احتفال هو رمز في الاخر لرحلة عطاء طويلة جدا 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 وعلى مدار التاريخ وحتى تنتهي الحياة بتظل الام هي النموذج الاوحد للعطاء على الكرة الارضية وفي الانسانية علشان كده بقول لكل ام بقول لأمي كل سنة وانت طيبة وربنا يخليك لينا وتفضل في وسطينا وبقول لكل ام كل سنة وانت طيبة ويا رب كده تبي موجودة باستمرار مع ولادك وفي حضن ولادك وبقول لكل ابن وكل بنت امك دايما في عينيك ولازم تعود ولادك على كده وتديهم النموذج ده وانك ما تحط امك في عينيك لازم ولادك من صغرهم يشوفوا ده ويشوفوا قد ايه امك وابوك دول اهم حاجة في حياتك انا حاولت مع ولادي من صغرهم اعمل كده وطول الوقت بحاول اصدر له من اهم حاجة في حياتي حتى اهم منهم هو امي وابويا لان الزمن بيجري والدنيا بتجري والنهاردة الام والاب بتوعك بكرا هتبقى انت كمان الام او انت هتبقى الام والاب لولادك وهكذا وهكذا الام يعني نموذج لكل حاجة حلوة في حياتنا بقول لكل الامهات كل سنة وانطيبين ويا رب بتفضل فسطينا ويا رب بتفضل يعني ايامنا كلها سعادة وفرحة وحب وحنا بطبيعاتنا شعب عاطفي وانا متأكد ان كل واحد بتتفرج وكل واحدة بتتفرج علينا دلوقتي بتقول لهم اها كل سنة وانطيبا بتقول لهم اها رحلة اعطاء طويلة جدا تستحق معاها كل كلمة حلوة وتستحق معاها كل حاجة حلوة نقدم حالك سواء كانت وردة سواء كانت بوسة سواء كانت هدية كل شيء الام بتحتاجه هو واجب على كل حد مننا بقول كل ام كل سنة وانطيبا ويا رب دايما تفضل في اعياد باستمرار خلوني بقى اروح للحدث المهم بتاعنا وهو المبراطين بتوع السنغال منتخب بصر بيواصل الاستعداد والنهاردة بدأ الاستعداد الجاد بكل تفاصيله بقى النهاردة التدريب اللي بجد كل اللي عبادة بتواجدت فيه المعاصقة بدأ النهاردة بجد كل القرارات الحازمة كل المواقف المطلوبة التويتات اللي عملها كارلوس كيروش هنتكلم عن كل الكلام ده بس عايزة ابدأ بالتذكر لان انا ببقى شايف ان الجمهور لدور مهم جدا جدا في نجاح اي فكرة ونجاح اي مشروع الناس اهم حاجة فيه اي مشروع بيتعامل في الدولة الناس هي اهم حاجة فيه والقوة الدفعة باستمرار هو الناس والمواطن فالقوة الدفعة لمنتخب مصر في الماتشين بتوع السنغال هو المواطن المصري والجمهور المصري اللي بيسعى اكتر من اللعيب نفسه واكتر من الجهاز الفن ومن اتحاده الكورة ومن المسؤولين ومن نحن كاعلام اكتر حرصا ان منتخب مصر يصعد لنا هيات كأس العالم لانه حب الجمهور لبلده وحب الجمهور لمنتخب بلده ده ملوش مقابل ده حب كده رباني فعلشان كده تعالوا نشوف اولا تذكر بتنفس طول الوقت يعني كل ما تترح المجموعة اللي بتترح تنفس تعالوا نشوف الارقام اللي عملتها شركة تذكرت حطيتها على الويب سايت بتاعها عشان نشوف قد ايه كل محافظات مصر عندها حرص ان هي تروح وتشارك في المباراة اللي هتقام يوم 25 مارس ان شاء الله بإذن الله الساعة التاسعة والنصف مساء في قلب استاد القاهرة تعالوا نشوف نسب الشراء بالنسبة للمحافظات انا اطلعها من عندي عشان بس الارقام تكون اوضح بصوا بقى نسبة كل المحافظات اولا نحن قدام لها 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,27 محافظة كل المحافظات تقريبا موجودة ومتواجدة لدعم المنتخب المصري اكتر المحافظات شراءا محافظة القاهرة طبعا بطبيعة الحال الجمهور متعود ان يتواجد ومتعود ان يخش على الموقع بتاع تذكرتي ومتعود ان يعمل الفان اي دي وكل الكلام ده والتطعيم وكل الحاجات دي بالنسبة 48% و83% الارقام دي 40.83% الارقام دي ارقام على فكرة صدقة جدا لان دي ارقام الكترونية يعني محادش بتدخل فيها يعني محادش بيعدد اتبعنا تذكارة 2-3 دي الكمبيوتر اللي بيتلحها التاني محافظة طبيعة الحال الجيزة بـ 14-22% تالت محافظة المفاجئة كانت الداهلية مش الاليوبية بنسبة 4-5-100% وبعدها الاليوبية اربعة و11% ثم تتولى المحافظات قدامنا كده زي ما احنا شايفين بورس عيد اتنين وخمسة من مية في المية على الفكرة اتنين وخمسة من مية في المية ده يعني انت بتتكلم فوق الـ 1200 تذكارة الواحد في المية بـ 600 تذكار لانهما 60 ألف تذكارة وهكذا يعني والاسماعيلية والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان وأسيوت وإنة والوادي الجديد كمان وجنوب سينة كل المحافظات والأقصر وسهاج والفيوم وضميات وسكندرية والغربية والبحيرة وأسيوت وإنة وشمال سينة والبحر الأحمر باني سوي فيلمانيا المنوفية الشرقية كل المحافظات والسويس كل المحافظات وبروس عيد طبعا كل المحافظات كانت عندها حرص كبير جدا ان هي تشارك منتخب مصر بإذن الله في تشجيع ومؤذرة منتخب مصر يعني هيبقى اليوم في استاد القاهرة مش بس هيبقى يوم بنشجع في منتخب مصر هيبقى يوم جامع كل محافظات جمهورية مصر العربية عشان اتتبعت المسجل اللي يعبين هما في الملعب ان مصر كلها وراكم في هذا اليوم طيب اللي مش هيروح الاستاد وراهم بالسوشيال ميديا اللي مش هيروح الاستاد وراهم بالدعوات الأمهات والأبهات والبنات والولاد والشباب اللي مش هيروح كلنا بنتمنى صعود منتخب مصر في هذه المباراة كيروش اول حاجة عملها عمل تويتا على السوشيال ميديا هي تويتا تحفيزية بقوة جدا للعيبة بتاعته تعالوا نشوف كارلوس كيروش كتب قال يا رفاق بدأ العد التنازلي الانطلاق الأخير ووقت الإنجاز لقد صرنا طريقا طويلا وصعبا للوصول لتلك الفرصة المستحقة فعلا طريقا طويل كيروش لو تفتكروا جسد تلم المهمة في وقت صعب كان عنده لسه تصفات كاسل عالم شغالة كمل فيها قدرنا نوصل للمرحلة الأخيرة رح كاسل عرب رح كاسل أم الأفريقية وقدر مع الفرقة بتاعته يعمل إنجاز بتاهل المبرانة هائية وزا ما بنقول كده احنا ما خسرناش من السنغال احنا خسرنا براكلات الجزاء يعني في نالت لو جابوا عبد المنعم ولا مهند لاشين خلاص احنا كسبنا البطولة فكنا أكوى المتسويين مع السنغال لكن الحظ كان معاهم كمان قال نعرف التحدي الذي سنواجهه طبعا بنقابل منتخب كبير لا مجلل أسف أو الانتظار للغد لازم تبقى جاهز من اللحظة دي مش حاجة اسمها أستنى المبرات تانية أو كلام ده مع الشجاعة وعمل الفريق الذكي والفخر يمكننا الطيران ولا شيء سيكون مستحيل الطيران يعني انت تطير بالانجاز بتاعك من أول دقيقة في المباراتين علينا أن نحقق الانجاز في الوقت المناسب بروعة وبشجاعة لازم تكون وثق في نفسك يعني شجاعة لازم تكون وثق في نفسك وانت بتواجه منتخب السنغال احنا مش أقل منتخب السنغال انا هقولكم الأسماء في منتخب السنغال كتير محترفين وأسماء ضخمة جدا لكن في الآخر احنا عندنا نجوم توازي وتساوي ان لم تكن أفضل من نجوم منتخب السنغال هتقول لي ازاي ده هم عندهم لعيبة بلعبوا في أكبر قندية العالم زي تشيلسي وزي بار ميونيخ وأولمبياكوس ونابولي وبريسان جرمان وبولونيا وميلان وريال بيتيس وكريستال بلس وميدز الفرنسي ولستر سيتي وديبرتيفو ألفش الأسباني وسوشل فرنسي وواتفورد يعني مش عايزه يعني عندها كتير جدا على مستوى العالم موجودة منتخب السنغالي ده عندها كتير جدا وفي تركيا وفي كل مكان بتلاقي نجوم منتخب السنغال تقريبا كلهم بلا استثناء باستثناء حارس المرمى لو قالي فاتي ده بلعب في كاساس مورت السنغالي بلعب جوا في الدور السنغالي لكن كل اللعبة تقريبا بتلعب في أندية أوروبية كبيرة جدا لكن أنا بقول إحنا أحسن ليه؟ إحنا معجب بتجلناش الفرص دي يعني إحنا المنهج بتاعنا إحنا في مصر في الإداري إنه اللعيب عشان خاطر يسافر يلعب في أوروبا بنحط شوط على رقليل كتير جدا هما اللعيب يظهر 15 سنة 16 سنة 14 سنة 13 سنة يطير على طول على أوروبا ما عندهمش القصص بتاعتنا وإنك تاخد فلوس كتير وإن هنا كمان اللعيب بياخد فلوس كتير نردى اللعيب ممكن يبقى صاعد وبياخد 15 مليون و10 مليون يعني تقريبا أنت بتتكلم في مليون دولار أو تقريبا يعني اللعيب يوصل لكده فإيه اللي هيخليه يحترف من دلوقتي أو من صغره فإحنا عندنا لعيب لكن لما أقولك مثلا عندك خط تدفع في عبد المنعم وفي الوينش أفضل مدافعين أفراقيا ولما هم عملوا الاستفتة بتاع أفضل في أفراقيا كان عندنا عبد المنعم موجود فيه مش كده وهم مش محترف ولسه لقى بصاعد لكن ده دليل أنت عندك لعيبة وفتوح مين زي فتوح نحية الشمال اللي وقف أشرف حكيمي مين زي عمر كمال نحية اليمين أو إمام عشور لما بيلعب في الحيط ده لما وقف صاديو مانية مين عندنا موجود في أفراقيا زي حمد فتحي بضغطه بقوطه من زي عمر السلية من يعني عند مكان في غير المحترفين يعني فإحنا عندنا نجوم كبيرة جدا هكمل تاني كيروش هكمل تاني التويتا بتاعت كيروش هتهالي تاني يا جماعة عشان أكمل السطر الأخير منها طبعا ده وصول منتخب السنغال للمغرب في ترانزيت كده يومين قبل ما يجو مصر كمان قال واجعل كل الأمور ممكنة أن أعتمد عليكم ونثق بكم وحظا جيدا يا رفاق رفاق يعني يعني أنا مش رئيسه مرؤوس رفاق يعني احنا مجموعة عمل كيروش زيه مجموعة العمل زي صلاح ليه مهمته وصلاح ليه مهمته وعبد المنهم ليه مهمته عمر جابري لسه منضم حديثا لمهمته وياسر بريم ليه مهمته كل اللعبة احنا كنا رفاقاء في مهمة كل واحد لازم يؤدي دوره بأعلى تركيز علشان خاطر نستطيع ان احنا نعدي المباراة بتاعة السنغال هنا ونروح مباراة السنغال التانية ان شاء الله واحنا معانا ميزة افرض ما روحناش معانا ميزة هنروح برضو أقوياء وهنروح برضو عندنا رغبة كبيرة جدا ان احنا نوصل لنهايات كاسر على متخب السنغال وصل المغرب المحترفين بتوعه تواجدوا في مطار المغرب عندنا هوا ماتيريال ليهم فور وصلهم للمطار في المغرب هما جوا من أوروبا على احناك ممكن يقود يوم ولا اثنين ممكن يجو بكرة اعتقد ممكن يجو بكرة يجو بعد بكرة يوصلوا كلهم يعني قبل المباراة بتمانية واربعين ساعة او باثنين وسبعين ساعة المعسكر بدأ مبارح بتاعهم بعشر لعيبة وبعد كده بيتوافد المحترفين الواحد تلو الاخر وعندهم مصابين زي اسماعيل سارة بيجاهزوه عنده كده شوات يعني شد في عدرة الفخد زي سي سي المدافع بتاعهم اللي في أولمبيا كروس كان عنده كادمة في الرجبة كلهم بيجهزوا من أجل موقعة مصر وهم زي ما احنا عاملين مليون حساب للسنغال في هذه المباراة هم عاملين بقى عشرة مليون حساب وهم نفسون في صحفتهم اناك بيقول لك المباراة ثقرية بالنسبة للمصريين وقاليو سي سي ألف تصريحات لي ليس من المتبع دائما أن بطل إفريقيا يتأهل لكأس العالم يعني هو بيماهد ويقول أن منتخب مصر أحد القوى الضاربة في القرى الإفريقية وعنده نفس الطموح بتاع المتاخب السنغالي أنه يتأهل أيضا لنهائيات كأس العالم طيب لما جه النهاردة هكلمكم عند المعسكر بس أنا عايز أقول إيه إن الحساسية اللي موجودة في لقاء مهم زي ده يعني فيه لقاءات كتيرة جدا لكن اللقاء مصر والسنغال على فكرة معلي أكتر مباراة في تصفيات الأخيرة الكأس العالم معلي أضواء لأن انت بتتكلم تكرار لنهائي كأس أم إفريقي يعني السنغال ومصر نهائي كأس أم إفريقي ينتهي بالتعادل وسنغال كس براكريات الجزاء فبتكرر تاني موقع قوية جديدة تاني وفيها الطرفين الأشهر في ليفربول اللي هو أحد أشهر الأندية في العالم دلوقتي وأحد أكتر الأندية في العالم تحقيقا للإنجازات في السنوات الأخيرة وعنده اتنين لعيبة سواء محمد صلح في المنتخب المصر أو ساديوماني في المنتخب السنغالي هذا الإحساس والحزبة الصعبة دي حتى بقت موجودة عند يورجن كلوب له تصريح بيتكلم لما ما أشركش محمد صلح وحس إنه عنده إصابة شوية بيشتكي من رجليه بص يورجن كلوب عمل إيه قال لك أنا جيت في المباراة الأخيرة بتاعة كاس الاتحاد ما قدرتش برضو أشرك ساديوماني عشان ما يقولوش أصله هو ما أشركش محمد صلح قصد عشان يريحه لمباراة مصر والسنغالي منتخب برد عشان بيحب صلاح أكتر وأشرك ساديوماني عشان يرهقه بص بيقول إيه يورجن كلوب قال لك في اللحظة التي علمنا فيها عدم جاهزية صلاح قررنا عدم إشراك ساديوماني كذلك لأن المباراة المؤهلة لكاس العالم شأنها كبير في إفريقيا لا أريد أن يساء فهمي بأني أمنح صلاح فقط راحة فقررت أيضا عدم إشراك ساديوماني دايه يورجن كلوب المدير الفني ليفر بول يعني هذه الحساسية وقوة المباراة ورد الفعل بتاع المباراة على مستوى الإعلام العالمي كله أصر حتى في يورجن كلوب عشان خطر محدش يقول هو بيحب صلاح دايما بنشوفه ميال لصلاح وحتى لهم بيبقى صلاح متداق من موقف أكتر حد بيتكلم على العقد وتجديد عقد مع صلاح أكتر حد دايما في المؤتمرات الصحفية يتكلم عن صلاح ويرفع من شأنه أكتر حد دايما بتحس أنه هو مستوعب محمد صلاح ومتبني محمد صلاح من أول من وقت ما جابه من روما وكان مراهن عليه جدا وخلاه فعلا دلوقتي أفضل لها في العالم كان يورجن كلوب فإذا المباراة ليها طابع خاص وإحساس الناس كلها في العالم بهذا الطابع الخاص عشان كده استعداداتنا لها لازم تبقى على أقوى ما يكون فيه خلال هذه الفترة كابتن ديقاء السيد أول حاجة عمالها النهاردة مع التمرين خد أفشة وتكلم معها على طول وأول ما شوفه المعسكر تكلمه وقال له بص انت لازم تكون فاهم حاجة كيروش المدير الفني مع الجهاز الفني بيحبوا دايما اللعيب المارن اللي هو اللعيب اللي تقوله إلعب بلاي ميكر أوكي تلعب مركز 8 أوكي تلعب على الجناح إذا احتاجنا برضو أوكي فلازم أنت تكيف نفسك طول الوقت إن انت ممكن نوظفك في أي مركز مش مثلا نحطك في الحتة دي فتبقى متضايق فده أثر على تركيزك نحطك في الحتة دي تقول لا ده أنا بلعب بلاي ميكر ما بقدر لا أنت لازم تكون مركز طول الوقت في الحتة دي كمان قال له أن المنتخب مفتوح لكل اللاعبين مش معنى أن انت انضميت وتشلت وبعدين انضميت وتشلت وتضميت دلوقتي لا المنتخب طول الوقت مفتوح لكل اللاعبين وفيش حاجة اسمها قايمة صودة في المنتخب وعلى فكرة الجملة دي أقدر أوجهها لما أوجه الكابتن دي السيد لي أفشة أقدر أنا أخذها منه ووجهها لطرق حامد مثلا إن ما فيش حاجة اسمها قايمة صودة للمنتخب إنما في حاجة اسمها اكتهد في حاجة اسمها تشتغل في حاجة اسمها طول الوقت تدي في حاجة اسمها أن انت تواصل التركيز طول الوقت دون النظر حتجيلك حتجيلك لو رحت منك دلوقت حتجيلك تاني بكرة لكن المدرب يقايم اللعيب بتاعه بالاستمرار دايما على مستوى العالي لكن ما ينفعش إن انت تنضم للمنتخب وتبقى كويس بعدين تجيلك حصل موقف تبدع المنتخب مستوىك ينزل وبعدين يطلع وبعدين ينزل وبعدين يطلع مفيش أبدا مدير فني مفيش أبدا حد مفيش نادي حتى هيبقى حابب اللعيب بتاعه كده اللي هو طالع ونازل ده كمان الكابتن دي السيد قال له إنه مفيش لعيب مظلوم في المنتخب كل اللعيب مميز بلعب في مركزك حينضم على حسابك لأن احنا في النهاية بنسعى للمنافسة بين اللعبين والمكتاد هو اللي بنضم للمنتخب دي كان كلام الكابتن دي السيد مع محمد مجدي أفشة في أول يوم ليه في معسكر منتخب مصر بعد أن عادل لقيمة المنتخب وإن شاء الله يكون لدور مهم في تأهل منتخب مصر لنهايات كاس العالم معي كابتن عادل عبد الرحمن طبعا نجم النادي الآلي ومنتخب مصر الأصبح كابتن عادل مساء الفل حبيبي يا أستاذ محمد أخبارك إيه؟ كله تمام والله الحمد لله لأنت كمان رحيشني جدا الله يكريم يعني أنا شايف فيه روح مش عايز أقول تفاؤل طبعا كلنا متفاقلين بس فيه جدية يعني التفاؤل وحده لا يكفي طبعا لكن أنا حاسس بالجدية بمعنى إيه؟ يعني اتحاد الكورة لأول مرة أشوف مالوش تصريحات مقفل ما بتكلمش عن أي حاجة خالص بشوف المسؤولين حتى الوزارة أو هنا ما بشوفش زيارات وحواديت وقصص بشوف مدير فني قوي قافل على معسكره وعلى لعبته حتى القيمة اللي أعلنها منطقية جدا أداء اللعيبة نارضة في التمرين واضح أنه جدي جدا هل أنت معايا بفزها الكلام ولا حضرك لك رأي آخر لا طبعا يعني خلينا نتكلم بعقلانية على كروش يعني الرجل أصلا كنت معاك على التليفون وسمعت الكلام اللي كان بيتقال أنه باب المنتخب مفتوح هو أي واحد يجتهد هياخده وأي واحد يلعب قائص هياخده والحاجات دي لا بس مفيش مدرب منتخب كده أو قناعات مدرب بإمكانيات لعبين بدليل دي كانت دليل أول ما جيه مرش عبشة محمد فنيف قبل ما يلعبوا في الدوري قبل ما يشوفهم قبل ما يعني الأيام ليه؟ لأنه قناعاته في اللعب ما يناسبهوش هما الاتنين ده خلينا نبقى منطقيين كده يعني ما نقولش أنه بياخد اللعيبة على أساس الدوري أصلا لو خد لعيبة على أساس دوري الدوري المصري ما يقهلش بتاكل عاد دوري يعني أو بالمعنى الأصح يعني مش دوري القوي قوي اللي يعمل احتكاد قوي احنا عارفين المنتخب بيتعمل الاحتراف حقيقي خارجي وهديك ساعد كل المنتخبات القوية بس مش بسة جابت العادل دوري انت عندك برضو فرقنا بتلعب في أفراقيا فعندها حتكاد قفرقية بسة مباريات بقين الألوز ألوز المالك وبيراميز المنتخب آه لكن ده بطولات أقل شوية احنا نجب نبقى منطقيين لشان عنده ميزة بيعمل اللي في دماغه أولا الحكاة التانية اللي أنا عايز أقولها لك بجد يعني ان الراجل والمنشوع ما بياخدش رأي حد ليه انه ده فكره فكره بدليل ما تديك دليل مروان حمدي ومحمد شريف لو بياخد رأي مدربين مصريين في الاتنين هياخد محمد شريف لانه الطبيعي ان محمد شريف هو اللي يروح بس اللي بينافس فكرته مروان حمدي بس اللي بينافس فكرته أكتر مروان حمدي لا هو موسي بدليل ان هو ملعبوش بسلطة افريقية. يعني لعب خمس دقايق يعني بيفك يعني ومحمد شريك لعب اكتر منه. يعني الموضوع مش موضوع انه بينفزه ولا مش بينفزه. هو القناعاته باللعيب. انا من المدربين اللي بقول دايما المدرب من حقه ياخد اللي هو عايزه. وبالطريقة اللي هو عايزها. ليه? لانك انت هتحسب المدرب في الاخر. لكن احنا خلينا نبقى منطقيين. هو الرجل بيحس نوعيات لعيزة. بعض المروان حمدي مسلا. هم. هو بيحب المروان حمدي. لانه. الكلام اللي انت. اللي الحروق بتقول يا سيد الفانس. هو بينفزه. من وجه نظره. يا بس ما بيستعملوش كتير. يعني احنا باقي نظرها. هو بيعتبره البديل الانسب لمصطفى. محمد. لا هو ما بيلعبوش خالص. هو مش بعمل البديل الاقوة. عنده فكرة من وجه يتنظره قطة النظر. اللي هو بيكيب فيه ناس بيتبع اساسية. هم. وفيه ناس بتبقى احتياطي. اللي احتياطي اللي ما بيعملش مشكلة. واللي ما بيعملو مشكلة معلمية كمان. انت فهمتني? هم. يعني. لا. اقول انه صارت انه يلعبو. انا مش بتكلم على محمد شريط ولا على عفشة. بتتكلم بشكل عام. بس انا اختلف معاك يا كابتن عادل لو تسمح لي. فكرة اختياراته اللي مش مبنية على ماتشاة الدوري. لانه ياسر ابراهيم شافه فين طيب. اه اه اه. عمر جابر تابعو فين. انا بيلعماد دونجا تابعو فين. انا مش بقول. انا انا مش بقول. انا مش بقول. انا مش بقول ما بياخدهمش. يعني اقصد اداءهم العالي في الدوري فرض. لا لا لا. طب انا. طب انا افرط لك موضوع كله يا سيد محمد في الموضوع انه بياخد من الدوري. كراش اول ما جاء قالك انا اعتمد على اللاعب المحترف فقط الاول. تمام. وبعدين هشوف اللاعب الدوري المحلي. ما خلينا نبقى منطقيين ان هو عال كده. فلما هو اتكلم. بس او ما عملش كده على فكرة من اول ما جاء. نعم. ما عملش كده. لا عمل كده. هده 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 دليل. اه. انه هو راح كسل عرب مسلا اعتمد العدد لان كده كده فاش دوليين. اوكي. راح كسل الامم مع خمسة محترفين. ما انت ما عندكش اختر من كده. لا عندك كوكا عندك احمد ياسر. الله دور. لا انا بقول لك معلومات. انا بقول لك معلومات. هو دور على ناس كتير ما لهمش على حس المستوى. جاب اثناء انت ما تعرفوش وانا ما اعرفوش والشرع المصري ما اعرفوهم. في ناس تلعب في الدرج السلطة في الدرجة. هو مقتلع بكده. لكن خلينا نبقى نتكلم على المقرارة اللي ضاية. هو. تمام. يختار اللي هو عايزه. ويعمل اللي هو عايزه. خلال هو مدير الفني وحقه. تمام. يعني حتى التجربة بتاع البطولة العربية. ام. ما فاتتش في اللي بطولة افريقية بدليل انه غير منها كتير. ام. انت فاهمني? هو عنده فكره. وتستمه ان هو بيستغل على فكره هو. بس هو فيه نقطة مهمة انا عايز بس اقولها. ام. ان مستر كروش لما كيه وجد عناصر كديدة. ام. جاب عناصر كديدة ليه? ام. يعني انت راجل جاي متعاكسين معك ورئيس الاتحاد اللي اتنا المؤكسة الاستاذ احمد مجايف. قاعد معه وقال له مستر كروش. انت احتكاثك الوحيد هو كاس العالم. ام. هتكسب كاسي هتدخل كاس العالم هتقوم. مش هتكسب. مش مش هتدخل كاس العالم هنمشيك. صح مش دا الكلام. تمام. والتحكي كان على كده. تمام. هو بقى اللي بياخد عناصر جديدة بيقول لك هعمل المستعبة اللي قتام. ده شخ لمحترفين ومتاكسين والتقسين. اللي هو يمشي على الخطين. الخط الاولاني. ان هو لو. حصل اي موقف لكدر الله. هالي خيمة اللي كنت بجنالكه. لانه كنت ما عندكوش بدليل. انه ما خدت ولا شريف. ولا خد افشة في البداية. اللي اخد ناس جديدة. ام. وروح بي. وبعدين بعدا. انت السلطة كابت العادل بروح وييجي. فلو حالك تيجي يمين او شمين. اه بس. اه. فدلا. 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 انا عايز اقول لك. ولكن من حقه يختار. وهو اختار على اساس السيستم اللي هي. واتمنى انه انه فكره ينجح. لان المباراة. المباراة السنغال مباراة صعبة. بريت السنغال فرقة قوية. كلها مختلفين. اه. كلهم بيلعبوا في اكبر اندية افريقيا. اه. ده سوري اوروبا. اه. ويعني اتمنى انه هو يعمل السيستم كويس. علشان المباراةين مجموعهم صعبة اوه. على مصر. تمام. كابتر عادة انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. اه. على هذه المداخلة. وان كنت اختلف في فكرة ان كارلوس كيروش لم يعتمد على الدوري. لانه الظواهر بتقولنا كده. واختياراته في القيمة بتقول كده. يعني اختار عمر جابر مبنى على الدوري. اختيار نبيل عبدونجا مبنى على الدوري. اختيار ياسر ابراهيم مبنى على الدوري. حتى افشة. واختيار اوعاته المنتخبة بتبانى على مشات الدوري. وتقلقهم على الاهلي. سواء في الدور المصري او في دور ابطال افريقيا. لما في النهاية هي وجهات النظر. فعايز اقول ايه? انه النهاردة على فكرة فيه روح مختلفة حتى في المنتخب. يعني بدأ بروح حلوة. هزار وتهريج وضحك ومحمد صلاح مع الناس المكان. محمد صلاح اللي اعتبرنا هو رمز لهذا الجيل. وخد العيبة الجديدة على جابه بيتكلم مع كل واحد. لوحده وخد كده عمر جابر. طبعا عمر جاب الصديق والصدوق. زي عمر صلاح كان بيتهم في وقت من الاوقات انه عمر جاد بينضم للمنتخب. لانه صديق محمد صلاح وده كان التهم مش صح يعني. لكن كان كلام لا هو في الاخر صاحبه جدا. وخده كده في زاوية كده على جنب. وقعد يهزره مع بعض وتكلمه مع بعض كتير طبعا بيهنيه برجوع تاني للمنتخب المصري. بيحاول يرفع من روحه المعنوية كمان كلعب وافد بريد او وجه جديد للمنتخب المصري. قعد يتكلمه بتاع عشر دقيقة مثلا يعني كتير جدا. بيسترجعه فقط طبعا الزكريات في المعسكرات اللي فاتت. واكيد بيتكلمه عن قدرة المنتخب المصري في التأهل لنهايات كأس العالم. قعد كيروش مع المحت تاريفين الخامسة. هنى تلاتة منهم بالأداء بتاعهم العالي في الفترة اللي فاتت اللي منهم صلاح. طبعا لعيب. أداء عالي جدا طول الوقت ومستقر جدا طول الوقت. كمان تريسي جي راح تركيا عمل نقلة في حياته كأعارة لتركيا نتيجة ان هو كان في أستوفيلا كان راجع من إصابة. وكان الواضح مش هتم الاعتماد عليه فيه بسرعة. في يناير قال لك هروح أعارة في تركيا كان القرار صائب جدا. وقالك كيروش كده. وبيجيب جواله متقلب جدا مع باشاك شهير. على مستوى كمان مرموش. يعني آخر مبارا مع شتوتجارت جايب جول وعامل جول وعامل حقا. مستوى متميز جدا مع شتوتجارت. وطلب من النني وطلب من مصطفى محمد يبداله مسكين في الفرصة. ممكن تكون ما بتلعبش أساسي. ممكن تكون ما فيش اعتماد عليك طول الوقت في بعض الأحيان. يعني انني ما بلعبش. بقوله فترة طويلة مصطفى محمد بيلعب ماتشات وتلاقي فجأة بيدعن القايمة في ماتشات أو ينزل بديل. طلب منهم الصبر طول الوقت. وطلب منهم ان يبعثوا رسائل لمدربينهم من خلال المباراتين دون ومن خلال التقلق في المباراتين دون ومن خلال التأهل لنهاية كأس العالم ان شاء الله على حساب المنتخب السنغالي. كمان قعد مع اللعبة بتاعته كلها بقى. وقال لهم ان مستقبلكم الخمس سنين اللي جاية متوقف على مباراة زي دي. ان انتم يعني احنا بدأنا مرحلة الجد واحنا بنستعدش لمباراة عدية ولا مجرد سلاس نقاط. احنا بنرسم مستقبل الكورة المصرية الخمس سنين قدام لان ده جيل هيقود الكورة المصرية على الاقل الخمس سنين قدام وحيامل طفرة خوية جدا التأهل لكأس العالم ليه كرة القدم المصرية. قال انه ما تخلوش الجمهور بتاعكم يستناكوا خمس سنين جاية او ثلاث سنين جاية او او اربع سنين جاية لان كأس العالم كل اربع سنين. تخلوش الجمهور يقوموا مستني بقى فترة تقولي لان الجمهور دلوقتي متشوق انه يشوفكم في كأس العالم. وبيقول انه انه مش جاي بس يعمل مجد شخصي لنفسه. لانه التأهل لكأس العالم. اه مجد شخصي بس الكل واحد فيكو مجد شخصي وعمل دل نفسه كتير. لكن برضو اللعيب لازم يبقى فاهم ده مجد شخصي ذاتي ليه هو الوحده خلال هذه الفترة. طيب. اه عندي بعض الحاجات كده عايز اتكلم اه فيها. الاول كان لسكيروش عمل اجتماع مع الناس في اتحاد الكورة. و اه بيجهز كل اموره طبعا بشكل اه اه عالي جدا. والراجل نبيسيبش حاجة للصدف. وحتى لما سأل له على الصفر للسنغال هيكون امتى? رد قال له انا مش هلوكم دلوقتي. يعني هما مستمين يقولوله الصفر للسنغال امتى? يعني هو في اليوم السابع اجتماع مع كارلوس كيروش لتحديد موعد الصفر الى السنغال. هو مش عايز يقول حيسافر السنغال امتى? على اعتبار انه اه عايز يشوف الدنيا ماشية ازاي? وممكن انه تكتل مطش اه اه تؤثر على فكرة الصفر. انا ما الطيارة الخاصة جاهزة وكل الامور جاهزة وكل الترتيبات جاهزة هو هيبلغهم خلال الساعات القادمة. هل هيسافر السنغال بعد المبارب واشرة? هل هيستنى للفجر? هل هيستنى للصبح? يوم ستة وعشرين ويسافر? كل ده هيبقى محتاج يسافر قبلها باربعة ايام? بتلات ايام? بتمانية واربعين ساعة? زي ما هم بيعملوا دلوقتي نزلوا المغرب وهيجوا قبل الماتش بتمانية واربعين ساعة هيجوا بمتلاتة وعشرين كل ده ودي كل ده امور هو لسه هيحسمها خلال الفترة الجاية. هرجع لكم للمنتخب تاني لكن عندي كده بعض الحاجات بسرعة عايز ان الهالكم يعني اثرت جدل. موضوع مرس تاو هو منتخب جنوب افراقيا. الموضوع ده عامل يعني جدل. الراجل المدير الفني اللي هو هو جو بروس ده اللي جنوب افراقيا بيقول تاو ليس من نوعية العناصر القادرة على اللعب في الدورة الانجليزي. خلينا نشوف اللي بيقوله ااااا لا مش دي اتاني يا جماعة. ان هو مش من العناصر اه بيرس تاو ليس من نوعية العناصر القادرة على اللعب في الدورة الانجليزي. انا افهم ذلك. هو بيحاول يطلع مباررات لبيرس تاو بس من بين السطور تصريحات الراجل هو فاهم كواس جدا انه مش عايز يجي. لكن عندما بص. عندما تواجد في مصر فانه يجب ان يكون استثنائي. لكن اللاعب لديه مشاكل. هو أولا اللي بيقول لك هو عكس اللي كان بيقوله مثلا الموسيماني عن بيرسي تاو وانه هو قادر يلعب في أي حتة في العالم وانه هو مظلوم في الدورة الإنجليزة وقت ما كان بيجيبه الآلي المدير الفني بتاعه هناك دلوقت في جنوب أفريقيا يعني مستق جدا من عدم الضمان بيرسي تاو كمان من ضمن التصريحات اللي قالها قال ان كلما يلعب بيرسي تاو يبدو وانه يتحمل بشكل زائد ثم يتعرض للإصابة نرى ذلك مع لعيبي سانداونز لأنهم يلعبون كثيرا في وجود مباريات دوري أبطال إفريقيا تاو يلعب مباريات كثيرة وليس لديه القدرة البدنية لذلك فيتعرض لإصابة تلو الأخرى ده أولا هو بيرزع في بيرسي تاو ومش بيقول كلام يعني بيبرر لبيرسي تاو ليس عنده القدرة لذلك لأن بيرسي تاو اتقال انه عنده إصابة واضح ان بيرسي تاو نفسه هو اللي مش عايز يروح للمنتخب في الفترة دي خصوصا ان الآلي قال مصدر فيه هوريكو دلوقتي ان تاو حيكون جاهز لمباراة الهلال السوداني شو بقى المفاجأة مصدر بالأهل يلا كورا تاو سيكون جاهز لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا وانه هو خضع لأشعة وكان عنده كدمة كده وانه محتاجة من سبع لعشر تيام والأمور عنده هتبقى تمام وهيلعب في دورة أبطال إفريقيا مع الهلال يكون الفترة التوقف الدولي خلصت ويقول المنتخب الجنوب الأفريقي لابل ماتشين الودي بتاعه واضح انه هو مش عايز يروح المنتخب في هذه الفترة لفت نظر تصريح لأهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكورا لفت نظر ليه اتكلم وقالك ان فيه لعيب حيمثل صلاح الجديد أو أبطريكا الجديد اللعيب ده احنا قصرنا هنا حددته لو تفتكروا بص بيقول ايه اهاب الكومي أبطريكا الكورا المصرية أو قول عليه صلاح الكورا المصرية الجاي هو عمر خدر لعب منتخب مصر موليد 2006 وعمر ساد معوض حيتفوق على أبوه ساد معوض ده اهاب الكومي عضو اتحاد الكورا في تصريحاته على كورا بلس ليه بقول كده عمر خدر ده كابلع في الزمالك فاكرين لما قلت لكم زد خد لعيب من الزمالك علشان خاطر وقتها وقلت وشاف أبوه كان شغال في الشركة ولا ايه وحصل ايه وكابتن اسماعيل يوسف كان شغال مدير فن في زد اعتقدوا بينهل علاقة دلوقتي وراح الزمالك يرجع تاني يشرف على الكورا يبقى مدير كورا يعني وقلت لكم ان الناس كلها مستغربة يعني ايه زد يدفع 2-3 مليون جنيه في لعيب كل اللي شافوه في الناشئين وكل اللي بتابعينه بيقولوا ده هيبقى مستقبل رهيب جدا لنادي الزمالك والكورا المصرية فازاي يسبوه كده يروح زد بجانب انه هو بينور كشفاته وعب جاب لهم كشفات للملعب جديدة وغير لهم شوقت حاجات في الملعب وقتها وقلنا وقتها ان الزمالك اكبر واقوى واهم من انه يسيب لعيب عشان حد بيغير له كشفات يعني او يسيب لعيب ممكن يبقى مستقبل الكورا المصرية برقم بخص زي ده قلنا كلام ده وقتها يعني ما كانش عندنا وقت نجيب التصريح ده يعني كان من فترة كان من شهرين ثلاثة يعني لكن قد ايهاب الكومي لما راح مع رحلة المنتخب اللي هي دورة شمال افريقيا بتاع منتخب الناشئين اللي هي موليد 2006 اللي كسبناها مؤخرا مع كابت محمد واهبة والحمد لله حققنا الفوز في الاربع مباريات ترجع هيب تكون منباهر بهذا اللعب لدرجة ان هو وصفه ان هو ممكن يبقى ابو تريكا كورا المصرية الجديد او يبقى محمد صلاح الكورا المصرية الجديد معناها ايه مش بس في المهارة هو هيبقى القائد بتاع الكورا المصرية الجديد شخصيته في الملعب بتقول كده اداءه في الملعب بيقول كده اللي يقته الفنية والبدنية وشخصيته وكل حاجة بتقول كده دي خسارة انا لو من زمالة كابتا حتحقيق في القصة دي لانه ازاي لعيب هذي القيمة تسيبه تفرط في كده بتمن لا يفرق مع الزمالك 2-3 مليون ولا يفرق مع الزمالك شوط الحاجات اللي تعملت في الملعب انما يفرق مع الزمالك قيمة زي دي تروح ويبقى يعني وده حصل في عهد اللجنة اللي فاتت اللي كانت بتدير النادي قبل المجلس الحالي اللي كانت برضو منها ناس في المجلس الحالي اللي جات بعد اللجنة بتاعت بعد اللجنتين اللي قدروا النادي لو تفتكروا جات اللجنة بتاعت رئيس النادي الحالي وقدرت لفترة كالفاق كابتل اسمهالي يوسف أمين سندوق وفي نفس الوقت كان المدير فنين زد ده اللي أصارت شبهات وقته وقلني هذا الكلام هذا التصريح من حد محايدة هو بكومت لي لا فاكر عمر خضر ده كان في الزمالك ولا فاكر قصته مع زد ولا عارف الكلام ده هو رجل يتكلم على اللي شافه هناك مع المنتخب ويتكلم عن نجل ساد معاوض هو لو عمر ساد معاوض كلم انه هيبقى الحقيقة بيقوله انه هيبقى حاجة الحقيقة قوية جدا لانه هو متفوق على اقرانه في هذا الجيد بشكل واضح جدا كمان انا فيه يعني حوريكو تصريح معادي لكن ليه دلالة لازم نرصدها وتبقى مسج لكل اللاعبين عن ياسر ابراهيم بصوا الاهلي بيقول ايه عن ياسر ابراهيم مصدر بالاهلي يكشف موعد تمديد تعاقد ياسر ابراهيم وان مصدر في الاهلي بيتكلم عن التفاوض مع ياسر ابراهيم اللي حيتم في نهاية هذا الموسم مع انه عقده لسه قدامه سنة ونص يعني في الصيف اللي جاي مش ده اللي بعديه لكن التقلق اللي على ياسر ابراهيم وكان جدد في 2019 العقد بتاعه ولا ماذا العقد في 2019 في انتهي من نهاية الصيف الجاي كان ماذا 4 سنين اعتقد حاجة كده لكن اللي بده انتجني ثمار جهدك والمصدر بتاع الاهلي حتى قال ان الاهلي متمسك بالمدافع بتاعه وان الاهلي مش لا يمكن هيختلف مع ياسر ابراهيم في الامور المالية لان اللعيب يستحق انه يقدر في النادي الاهلي خلال الفترة الجاي ده اللي بطلع الخبر ده ومعرضه على حضراتكم واللعابين كلها تشوفوا ان انت لما تدي وتكتاد وتشتغل من غير بطلع لك صوت ادائك هو المرآة بتاعتك يعني كل الناس بتشيت بياسر ابراهيم بس ما تش مداخل الياسر ابراهيم في البرنامج ما شفتش لقاء الياسر ابراهيم في البرنامج ما شفتش برئاسر ابراهيم على السوشيال ميديا بيتكلم كتير مثلا يعني لكن الناس اللي عمالها تتكلم عن ياسر ابراهيم وتتدي له حقه تدي له حقه واكتهاده واصبح دلوقت عنصر من عناصر المنتخب وفرض نفسه على القيمة بعد انضمامه ليها مؤخرا في الماتشين بتوع السنغال ودي الاهلي كمان بيعلن وبيتكلم عن فتح باب التفاول مع اسر ابراهيم عشان يمد عقده لثلاث او اربع او خمس سنوات قادمة كمان الاهلي كان مد عقد محمد عبد المنعم او بيجهز ان يمد عقد محمد عبد المنعم لخمس سنين جاية يعني ممكن يقعد محمد عبد المنعم لالفين سبعة وعشرين مثلا علشان خاطر يبقى مجاهز كل الامور بتاعته عجبني ان الناس بتتكلم على محمد صلاح في هذا التوقيته قبل ما تشين السنغال لانه الكلام اللي بيقوله على محمد صلاح دلوقتي نجوم عالم المدربين عالم مش اي حد يعني بتكلم عن محمد صلاح شوف النجم الطلياني السابق كنفارو بيكلم على محمد صلاح بيقول ايه وبيدي لمحمد صلاح حقه ازاي وبيقول انه هو احترم محمد صلاح جدا تغير كثيرا في ليفر بول ولعب يتمنى اي مدير فني تدريبه ده بعد النجم الطلياني كنفارو كان نجم كبير جدا ولعب قيمته عالية جدا لما كان لعب وكمدير فني كمان روبرتو منشيني المدير الفني المتخب ايطاليا الحالي شوف بتكلم عن محمد صلاح بيقول ايه بقول ان محمد صلاح تعرض للظلم في ترتيب اللاعبين بجائزة الكرة الذهبية صلاح كان يستحق مركز افضل من السابع ده منشيني في مقابلة مع موقع العين الاماراتي ليه لانه بتكلم طبعا على جائزة بتاعة الفرنس فوتبول انه ازاي لعب بالقيمة دي تحطه في المركز السابع كمان اتكلم كيف حكت ده كان حاكم انجليزي معروف جدا سابق لما بيقولتها محمد صلاح انه بيغتص كلمة يغتص دي يعني ايه يعني بيحاول لاخد مركزات جزاء دون وجه حق شوف قال ايه قال صلاح يتعرض للعرقلة باستمرار هو بيعترف كحاكم يعني مهم كان في الدورة الانجليزية بالفعل لكنه يمتلك القوة والتوازن لاستمرار الهجمة وعندما كنت احكم للعبين مثل مارادونا وبلاتيني شوف بقى المادة مثال عن صلاح مثله بمين بمارادونا وبلاتيني دول يعني دي زوار خارقة في تاريخ كرة القدم ودي ناس يعني بتمثل تاريخ كرة القدم اذا كان مارادونا النجم التاريخي لكرة القدم على مدار تاريخها ولا بلاتيني النجم الفرنسي الشهير يعني او بلاتيني كان عليك قال تطلق الصافرة وإلا ستكون احمق تماما اذا استمر اللاعب في هجمته يعني انت يبان ان النجوم دي بتتزق وبتتخبط لانهم هنجوم كبار جدا والمدافعين ما عندهمش حلول لكن طول ما هو قادر ان يجري ويكمل 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 بتبقى غابي كحكم اذا صفرت عشان تدوله الفاول عشان ناس تستمتع بلعيب زي محمد صلاح فهو راجل بينفع عنه اي حاجة خاصة بفكرة ان محمد صلاح بيختص ليه في في منطقة الجزاء عشان ياخد راكل الجزاء قبل ما اطلع على العنوين بتاعتنا عايز اوريكم يعني حاجة سلبية بايخة واللي بتأكد تراجع مستوى الاهل والزمالك ودي فرصة ان الدور يواقف عشان الفرقتين لازم يشوفوا حل لانه الاستمرار على هذا الشكل مشكلة كبيرة جدا لانه الجولة الخامسة من دورة ابطال افريقيا اللجنة الفنية في الاتحاد الافريقي لما حطت التشكيل الامسل والانسب ليها ولا لعيب من الاهل والزمالك تخيل ولا لعيب من الاهل والزمالك في التشكيلة الاساسية اللي تحطت في هذه الجولة بصوا حطين مين بقى حطين في حرس المر محمد عبدالإدر ده شباب بوليزداد حطين في الدفاع مورينا سانداون صفيان بوشار بتاع شباب بوليزداد عبدالإدر بدران بتاع التراجع الياس احداد بتاع الرجاء حطين في نص الملعب مكوينة بتاع سانداونز حطين غيلان الشعلالي بتاع الترجي حطين اكرم جحنيد بتاع وفاق ستيف وخط الهجوم حطين حميد احداد على فكرة اللي كان في الزمالك قبل كده ورجع تاني للرجاء حطين جنجسلاي ايدو اللي هو المهاجم بتاع الترجي ورياض بنعيد اللي هو المهاجم بتاع وفاق ستيف ولا لعيم من الاهل والزمالك في تشكيلة الجولة الخامسة لدورة بتاع افريق الجولة الخامسة عن الجولة قبل اخيرة المفترض ان انت بتوصل لاعلى المستويات في الجولة قبل اخيرة المنافسة الشديدة والقوة والاداء واللعب والفنيات ولا لعيم من الاهل والزمالك مع ان احنا اسمعنا طنطنة كتير جدا بعد مطش الزمالك ومتر واتليتكو اسمعنا طنطنة كتير جدا بعد مطش الاهل والمريخ السوداني انما ده الحال دلوقتي اللي يجب ان المديرين الفنيين الاثنين سواء هنا مسيمانة او هنا فريرة يبقى عاملين حسابه خلال الفترة القادمة طيب خلينا بقى نروح مص بقى دي دي مبادرة عاملها وزارة الشباب والرياضة علم في كل بيت شجع منتخب مصر شجع منتخب مصر علم في كل بيت دي مبادرة عاملها وزارة الشباب والرياضة لكل مشجع وكل مصري عايز منتخب مصر يفوز فيها المباراتين انت مش هتاهمل مجرد انها مبادرة معنوية ان كل لعيب بيشوف البيوت واهله بتشوف تنقله والكلام ده يشعر فعلا ان كل المصريين في ظهره وفي جنبه فاحنا عايزين نشجع المبادرة دي كلنا مع منتخب مصر في المرحلة دي وزي ما وردتكم كده التذاكر من كل محافظات مصر 27 محافظة كل الناس عندها حرص انها تمثل كل المحافظات وده حاجة جميلة جدا وانا متأكد لما شوية الناس تاخد اكتر على موضوع تذكرتي وتاخد اكتر على موضوع الفن اي دي والتطعيمات وكل كلام ده بمرور الوقت حيبقى فيه تمثيل اكبر كتير جدا للمحافظات من كده في مورات المنتخب المقبلة خلوني بسرعة اطلع اخد معاكو اهم العنوين بتاع الاخبار اللي متبقية في هذه الحرقة اول القرارات الحاسمة الفين دولار غرامة السوشيال ميديا للعيم المنتخب في معسكر مباراتي السنغال واجراءات طبية صارمة في معسكر المنتخب ومسحة كورونا قبل المراني الاول اتحاد الكورة يبحث عن مذعين شباب لتقديم نشرة اخبار للجبلاية وايس مفاجأة مسيماني يرفض التفريط في بدر بنون ومصمم على استمراره ولهذا السبب الاهلي يرفض فتح ملف طارق حامد نهائيا وما هي شروط الاهلي لاعراض الموسم القادم بعد الطلب الذي تقدم به المدير الفني والزمالك يقرر تقليص دور امير مرتضى لحين عودة فريق الكرة لمستوى وأحمد حمد يرفض عرض الزمالك مبدئيا ويرد الاحتراف اهم حتى لو في كندا وبسبب خطأ اداري غرامة 25 الف دولار على الزمالك وعمر جابر يخشى العودة للقلعة البيضاء لهذا السبب والفقرة التالية مع كابتن معتصم سالم نجم إسماعيلي ومنتخب مصر قال أسبق وحديث ساخن مع بوكس تو بوكس احمد ربا سبحانه وتعالى ان الواحد يكون موجود في نادي كبير زي نادي الاتحاد بشكر طبعا مجلس الادارة بالكامل وعلى رأسهم لساز الحاج محمد نصالحي ومجلس الادارة الناس الكواليس بكلم عليها ما خادش وقت كتير يعني الموضوع من بدايته كانت الدنيا سهلة عندنا أهداف كتير أن احنا إن شاء الله نشتغل عليها في الفترة اللي جاية الموقف يعني ولا هو صعب ولا هو برضو سهل الأمور انت في النص الجادول الدوري على كل الأندية صعب الدوري السنتين اللي فاتوا مختلف الأندية الكبيرة والأندية الجمهورية لها حسابات مختلفة وإحنا في نادي جماهيري كبير نادي الاتحاد بنأمل إن شاء الله في طفير ربنا سبحانه وتعالى أن احنا نكون في مكان يليه باسم نادي الاتحاد جهاز فني اشتغل ويتعب ويتزايد اللعيبة تكاتف مجلس الادارة الحالة اللي الواحد شافها من أول يوم من نهاردة موجود فيه استيبال الناس اهتمامكو كإعلاميين أن انتم موجودين معنا صحفيين موجودين معنا طبعا أنا أحابب أن أقول يعني أشكر كل الشكر الكابتل حسام حسن والجهاز الفني السنين اللعد هنا في نادي الاتحاد كرة أقدم كرة محترمة جدا عمل فرق كويسة جدا عمدار السنتين ثلاثة اللي فاتوا لو غاب التوفيق شوية فدي سنة الحياة كابتل حسام باسم كبير وأن انت تيجي بعد كابتل حسام دي مسؤولية أكبر ده وريد ماتشات صعبة وكل ماتشات صعبة ما فيش حاجة اسمها ماتشات سهلة سواء انت بتلعب مين أو مين بيلعبك يعني زي ما انت بتفكر في الفرق اللي بتلعبك نفس الكلام برضو الفريد اللي هيلعبك بيعرف أن المباراة ضدك برضو مباراة صعبة عايزين نخرج من الحالة اللي احنا فيها أنا عارف أن الجادول بالنسبة صعبة عن ناس تانية أن انت لما تبتدي تبتدي بالأهلي وفي القاهرة وبعدين البنك برضو في القاهرة وبعدين الزمالك هنا في اسكندرية ولكن هادي كورة علينا أن احنا نشتغل علينا زي ما لتلك أن احنا نتعب ونبزد أقصى مجهود ونسيب التوفيق على المتوفيق ده ربنا سبحانه وتعالى بشوف دايما جمهور الاتحاد وورا فريده في كل مكان بيدعم دايما فريق بتاعه بيدعم دايما الجهاز الفني مجلس الإدارة اللي موفر كل شيء للعيبة والأجهزة الفنية اللي بتشتغل اللي موجودة وده اللي أنا شفته من أول يوم لكن أقول لك كل شيء مبني على توفير ربنا ثم تعبك هيجي من تعبك ومجهودك أنت ومجهود لعبتك كل الناس بتقول إن هي البداية صعبة لكن ممكن إن شاء الله طيبة سهلة وانتوا معنا يعني انتوا هتسهلوا علينا الأمور وده اللي واحد بيتمناه وما تكونوش برضو يعني بتصعبوا علينا الأمور أكتر وإن شاء الله تكون فترة يعني فترة كويسة نقدر إن إحنا نقدم فيها اللي عايزه جمهور نادي الاتحادي إن شاء الله ما فيش حاجة صعبة معا شغل الابتهاد وشغل الكويس محتاجين نظام محتاجين الالتزام محتاجين هدوء من الناس كلها مش عايزين نخون حد عايزين دايما نشكك في حد عايزين دايما كلنا نروح واحدة التحاد فرقة كبيرة بجمهوره بإقدارته بالعيدة اللي موجودة وإن شاء الله نرجع بإذن الله الموضوع محتاج واحدة واحدة وصعب ولا سهل بس محتاج تكاتف وكله يشتغل وإحنا جاين نشتغل إن شاء الله دي الناس هنا أنا شايف ناس كلها ناس محترمة جدا ناس كلها نفسها ناس التحدي بقى في حتة تانية مش هيجي غير بالتكاتف وتاع الناس كلها الموضوع مصصعب على فكر أنت 14 بونط وفرق بين الخامس والرابع والتالي ستة سبع بونط نفس القصة لقدر الله بفرق بالناس اللي تحت فأنت لازم تشتغل ولازم تكتهد لعيبة لازم تطلع أقصى حاجة من عندها وإحنا قادرين بإذن الله إن إحنا نعمل ده مش تقليل من الجهاز القديم ولا حاجة خالص كان كاتف حسام طبعا إن كان عمل شغل كبير جدا ده بس دي كفاء إن شاء الله بإذن الله مننا إن إحنا نقدر نرجع الاتحاد فرق بإذن الله شايف إن في المنظومة كلها متجاملة فليه النهاردة بيبقى شفر مع الناس اللي فوق ليه النهاردة ما نرجعش رابع تاني وعلى فكرة ما الصعب والله ما صعب إحنا خد ده في المقولين بمجموعة لعيبة ما شاء الله كويسين بإدارة كتنك ركزت شوية إحنا ركزنا شوية رحنا ساعاتنا رابع ولعبنا لكون فدرالية فعلى فكرة نادي التحاد فرقة كبيرة ونادي جميلة وده يستهلها يستهل ده بس الموضوع محتاج شغل دي كانت تصريحات من الكابتن عماد النحاس المدير الفني الجديد لنادي الفريق ونادي الاتحاد السكنداري وكابتن عبدالغاني المدرب العام للفريق خالفا ليه الجهاز الفندي اللي كان بقيادة الكابتن حسام حسن بناتمنى طبعا ليه نادي الاتحاد السكنداري موسم أفضل أو مباراة أفضل خلال الفترة الجاية كأحد القوى المهمة جدا للأنداء الشعبية في مصر في الدوري الممتاز لأنه ما فيش وقت للتهريق لأنه التركيز هو أهم حاجة ورا دايما بقول كده أنه التركيز هو اللي بيخليك تأدي بنسبة قد تصل لمية في المية ممكن تبقى جاهز فنيا وجاهز بدنيا لكن تركيزك فاصل أو تركيزك شوية ناقص فمش هتقدر تأدي بالشكل المطلوب لأنه كيروش عايز التركيز مية في المية منع اللعيبة نهائيا من التواجد على السوشيال ميديا واللعيب اللي هيتضبط يضبط كده عاية ما تمسك حد كده فاللعيب اللي هيتضبط ويتماسك وهو بيخش على السوشيال ميديا أو بيشارك في السوشيال ميديا غرامة ألفين دولار خد بالك ده عقوبة مفهاش تهريق وبلغ بها كارلوس كيروش والجمعة مدير المنتخب المصري وإذا تكرر ممكن يستبعد من المنتخب فكارلوس كيروش طالب الانضباط التام والكامل والتركيز التام والكامل في كل شيء بما فيها التواجد على السوشيال ميديا وشايف أنها بتأثر جدا على تركيز اللعبين وبتأثر جدا برضو اللعبين من متابعة السوشيال ميديا أو المشاركة في السوشيال ميديا كمان الجهاز الفني طالب من الدكتور محمد أبو العلا أن تبقى فيه تعليمات طبية صارمة لكل فرض موجود في المعذكر لتفادي أي هزة ممكن تحصل بسبب المساحات عارفين كان فيه مسحة عملت بتاعة الاتحاد الإفريقي وإن شاء الله تبقى سلبية ما فيش مشاكل فيها في مسحة تانية حتتعامل قبل الماتش مسحة تالتة حتتعامل بعد الماتش أو في السنغال استعدادة للمبرادة تانية وما فيش استعداد إن ده يجي له كورونا التعليمات هتكون صارمة فيما يخص الناحية الطبية والعزل وكل الكلام اللي هيشتغل عليه الدكتور محمد أبو العلا سواء في الفترة دي أو قبل السفر للسنغال أو خلال التواجد يعني يحط برنامج طبي كامل ده المطلوب منه وينفزه بقوة وكل اللعيبة لازم وجهاز الفني والإدارية اللي تنزموا بيه اتحاد القرى عجباه فكرة أو الكابتن جمال علام الرئيس للاتحاد عجباه فكرة الفيديو اللي موجود على سوشيال ميديا على ما بتيجي تعمل لايف أو تعمل فيديو أو تعمل حاجة فشافر دي فكرة كويسة جدا وطالب أنه يبقى فيه نشرات إخبارية خلال الفترة دي تتكلم عن أخبار المنتخب أو تتكلم عن أخبار الاتحاد عشان تبقى وسيلة نقل سريعة مش بس للإعلام ومش بس للصحفيين أو للمواقع كمان للجمهور على اعتبار أن الموقع الرسمي لاتحاد القرى هو هيبقى الناطق الرسمي والحقيقي لكل ما يخص مجلس الإدارة أو المنتخب خلال الفترة الجاية وطالب من هابي الكومي عضو مجلس الإدارة أنه يشكل هذه المنظومة بسرعة ويشتغل عليها بسرعة ده فكرة كويسة جدا على فكرة أنه يبقى الموقع يتفعل وتأكتف أكتر خلال الفترة الجاية لأنه في الآخر الصحفي بيبقى عايز مصدر موثوق فيه للمعلومة مسأله موسيماني نحن ممكن نجيب لك سردباك تاني بديل لبدل بنون لو لقدر الله تأخر بدل بنون في إصابته أو تأخر استبعاده ورفض تماما حتى ننقش الفكرة دي يقول لك هجيب له لعيب معرفش منين أو لعيب منين أو لعيب منين وكلام عمالي يكتر كتير جدا للفترة وشغل ووكل شغالين يرموا هنا لعيب معرفش منين وهنا لعيب منين وهنا لعيب منين على اعتبار يعني تعرف الوكل أول ما يشوفوا واحتياج لحاجة أو نادي خصوصا قالي وزمالي كوبانا منتول عندي اللي بتدفع فلوس كتير دي فبدأ على طول يطرها أسماء ولعيبة ومدافعين وبتاع أول ما طولت شوية إصابة بدر بنون رفض حتى المناقش ورفض حتى المتابعة قال لك أجانب يبقى هجيب مهاجم هجيب جناح هجيب لعيب في خط النص لكن أنا هجيب تاني سردباك أو بتاع احنا مصممين على بدر بنون ورفض خالص هذه الفكرة وده شيء الحقيقة كويس إما الآهل يتسأل على فكرة طريق حامد والناس اللي معنية بالتفاوض سواء لاجة التعاقدات أمير توفيق أو لاجة التخطيط اللي بتقول رأيها الفني أو حتى المدير الفني أو شركة الكرة اللي هي بتقوم بإجراءات الشراء والبيع خلال الصيف الجيه هتبدأ تشتغل على كده طب إنتوا ليه ما تكلمتوش مع طريق حامد يعني العيب مهم وإحنا بنقول إنه ممكن قاله يدينج يسافر فالألم يحتاج إنه يجيب حد في الحتة دي لدرجة إنه الألم كان بيفوض مهند لشين أو يبقى عايز يجيب حد صغير في السنة فقال لك أول حاجة السن إن طريق حامد وصل 34 سنة فعمل السن شوية عامل مشكلة لكن سيبك من عمل السن لأن طريق حامد العيب ملتزم يقدر رد سنتين تلاتة بقوة كبيرة جدا وأنا فاكر مرة لما تسأل كابتن سعد عبد الحفيز من أكتر العيب في الزمال تبقى نفسك تضمه وقال طريق حامد هو نفسه قال كده من وريب يعني مش من سنين يعني لكن المبلغ اللي بتقضى راتب لطريق حامد في الزمالك دلوقتي حتى قبل التجديد أعلى من أعلى راتب في الأهل خد بالك فقال لك إن حتى الراتب مستحيل نقدر ندي طريق حامد طموحاته واللي أعلنت في الإعلام واللي دخل في صدام بسببها معنى دي الزمالك وإنه هو تلقى عروض من السعودية وإنه هو حتى بياخد في الزمالك دلوقتي 16 مليون جنيه فده رقم موصلوش أي لعيب من اللعيبة غير المحترفين في النادي الأهلي خلال هذه المرحلة وإنه سقف الرواتب عندهم لا يسمع حتى بالتفاوض مع طريق حامد وبالتالي هزا كنا نحط في نفس الفكرة يبقى بنشرقي نفس الكلام وبجبل نفس الكلام في الأهلي عندهم حالة من الاستياء مش الأهلي موسيماني في لعيبة في أعراض بتتقلق زي محمد شوكر الباكليفت بتاع سموحف قال لك يرجع زي بيكهم أحمد بيكهم بيفكر سردباك سموحة برضو بيفكروا يرجعوه في بعض اللعيبة كده بتتقلق فالأهلي يفكر يرجع لكن في لعيبة حتى ما بتشاركش مع الأندية بتاعته هي طلع إعراض بهدف المشاركة فموسيماني قال للناس في لجلة التخطيط شوفوا لي حل لأن في عندي لعيبة حتى احنا رصدين بعض الأسماء زي وليد مصطفى ده بليميكر واحمد السيد ده مدافع الاتنين معارين لغازل المحل لا بيلعبوش كتير زي شادر أدوان معار لي البنك الأهلي برضو ما بيلعبش كتير مصطفى البادري وفارس طارق معارين لفيوتش انا بيلعبوش كتير زي فهد جمعة المهاجب المعار لسموحة ما بيلعبش كتير كل دي لعيبة معارة دي أمثلة ليها يعني ونمازج لكن ما بتلعبش كتير عشان يقدر يقف على مستواهم ويقول آه ده يرجع ده ميرجعش ده يروح ده فعلا الطبخ كويس والأهلي ممكن يحتاجه علشان كده بيقول إنه أو اللجنة بتفكر إن هي لما تيجي تعيير أي لعيب في المستقبل لازم تشترط إنها تحط إنه يشارك بنسبة لها تقل عن 50% في مبارياتنا دي الجديد طبعا شرط صعب لأن المشاركة من عدم المشاركة دي مسألة بتعود لحاجتين مستوى اللاعب نفسه والتزامه أنا ممكن أحط 50% اللاعب مش ملتازم في التمرين مثلا يعني أو بيغيب أو أي حاجة يعني أو كمان رؤية المدير الفني ممكن اللاعب كمدير فني شاف إنه في العيب أفضل منه في المرحلة دي يعني وصعب نقطة الطبق لكن ممكن في الآخد ده يعني العقد شرعة المتعاقدين في حالة إن أهلي حط البند ده وارتضى بيه إنه دي يستعير اللاعب لازم حينفزه خلال فترة جاية دي الفكرة اللي الأهلي بيشتغل عليها خلال الفترة دي في الزمالك فرقة القرى هما خلاص خادوا قرار بإعادة بناء فرقة الكورة معناها مبنية بس خلاص يعني مع الكلام اللي تقال على الخمسة اللي عودوا بتنتهي مع واحد زي سفي الجزيرة يتساوى مع كل الكلام ده خلاص أنت بتعمل إعادة غربالة وبناء خلاص أهلي زمالك حابب كده وفريرا المفترض أنه هشتغل على كده فكرة إعادة البناء يعني الفريق ممكن يبقى متراجع ممكن تبقى تحصل صدمات ممكن تبقى تحصل مشاكل فمش عايزين القصة دي تقترن بأمير مرتضى ففي فكرة أنه مش يقلص دور أو يبعدو شوية عن فكرة التواجد الدائم مع فريق الكورة حتى هو ما سافرش آخر الماتش بتاع متر وقتلتك فالكلام أنه ممكن أمير يبقى في التعاقدات موجود في الاتفاقات موجود لما بيجيب نجوم لما بيجيبني الفريق من بعيد مع الناس لكن التواجد على الدكة أو مع اللعيبة أو في قط اللبس يسيب القصة دي في المرحلة دي اللي غات من الفرقة ترجع التالي تقف على رجلها لكابتن إسماعيل يوسف اللي المفترض أنه يتواجد ويبقى منوت بي الاجتماع مع اللعيبة وحضورة للتدريبات والوجود في قط اللبس وكل الكلام ده خلال الفترة الجاية اتقال أنه الزمالك بتفاوض بقوة مع أحمد حمدي ده لعب الأهل صنعي لعب الأهل السابق واللي راح جونة وبعدين طلع على كندا ده احترف هناك والحياة مقدم مستوى متميز جدا وأنا متذكر وأنا بقول الاسم لأحمد عيد عبد الملك في أحد الحلقات والطول الزمالك بيفوض أحمد حمدي اتبسط جدا وقاله أنه لعيب يعني كبير جدا وأنه حيبقى ليه مستقبل عالي جدا وهو شاف أنه لعيب متكامل وأنه لعيب حيدي كتير جدا لأي ندا هيلعب لي فالزمالك الحقيقة شغالة على أحمد حمدي وعلى ناصر مهر لكن أحمد حمدي رد عليهم وقال لهم أنا مش في دماغي أرجع الدور للمصر مش عشان الأهلي إنه هو بيفكر ونرجع تاني للأهلي بس هو عنده فكرة أعتقد إنه هي جديرة إنه إحنا نحترمها بل إنه إحنا ندعمه فيها نقول لك أنا خط تجربة في كندا أوكي لك أنا عندي عروض من هولندا وعنده عروض من تركيا وعايز أكمل في الاحتراف وعايز أكمل مشوار الاحتراف وما تيجي تفكر كده تقول مرموش اللي هو كان بعيد جدا عن الأضواء وفجأة مرموش بألامع جدا في الدول الألماني ومع منتخب مصر ده نموذج أهو مش هتكلم بقى عن زيدان قبل كده محمد زيدان أو اللعيبة اللي قبل كده أو ميده أو 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 ومؤخرا صراحه النني والكلام ده لكن خلنا نتكلم على مرموش اللي كان جاء من آخر نقطة بعيد تماما فممكن أحمد حمدي يبقى كده فهو اعتذر للزمالك حتى الآن يعني حتى الآن ما فيش اتفاق أو يعني قافل الموضوع ربما يحصل جديد ما عرفش لكن هو قافل الموضوع وبيقول أنه عايز يكمل تجربته في الاحتراف خلال الفترة الجاية الزمالك وقع عليه غرامة الاتحاد الإفريقي 25 ألف دولار عشان غير المكان بتاع التمرين بتاعه في اليوم اللي قبل المباراة الأخيرة للوداد المغرب التمرين كان الوداد بيتمرن والزمالك راح يتمرن في نفس المكان فغيروا المكان لكن ما يبلغوش وسائل الإعلام وفق الاتفاق من الاتحاد الإفريقي فالاتحاد الإفريقي قرر تغريم نادي الزمالك 25 ألف دولار في هذه الفترة عمر جابر من اللاعبة الزمالكاوية وابن نادي الزمالك وراح بيرامدز احترف وبعدين راح بيرامدز هو كان في أصله في نادي الزمالك احترف أكتر من أحد سويسرة وراح أمريكا وراح في أكتر من مكان ورجع على بيرامدز وفيه كلام انه يرجع الزمالك في الموسم الجديد ونقعده بينتهي بنهاية الموسم ده وعمر مش فارق معه الفلوس يعني مش فارق معاه الزمالك حديدله 20 مليون 16 مليون 10 مليون 12 مليون هو هيوصل الاتفاق ما عندهش مشكلة هو زمالكاوية لكن هو متخوف من الصدمات اللي كانت حصلاله مع دارة الزمالك لما اتهمته انه مقرب من الوايت نايتس وانه بيسخنهم انه هو بيتفاعل معاهم والكلام ده ودي عملاله حالة قلق وده مخليه مش قادر ياخد الخطوة هو قلقان جدا من تكرار هذا الصدام وقلقان جدا من الفكرة دي تأثر علي جدا خصوصا ان الصدام حاصل مع ناس كانت موجودة في الادارة الحالية في وقت سابق موجودة حاليا في ادارة الحالية سواء رئيس النادي او غيره كانت موجودة في وقت سابق وبالتالي هو قلقان من الفكرة دي لو اطمن الفكرة دي هو ما عندوش منع طبعا انه يتواجد كبكريت لنادي الزمالك والزمالك هيحتاج بكريت في الفترة الجهة وده فرصة لعمر جابر على فكرة عكس الاهلي الاهلي عنده محمد هاني وعنده كريم فؤاد وبيحاول يجيب حد التالت اه لكن عنده لكن المكان ده في الزمالك حازم امام احنا عارفين بلعبش كتير والمسلوسي في فكرة انه ما يكملش يمشي يعني فهيبقى المكان ده محجوز لعمر جابر اه وهو الحقيقة ما قد في الفترة الاخير مع بيرامز بشكل عالي جدا خلونا اطلع نتابع التقرير ده بسرعة كده عن بير ستاو اللي بعملت طرده الاصابات طول الوقت يعني اول ما جاء الناس سميته ميس ستاو جمهور الاهلي وفجأة اصاباته ويرجع اصاباته ويرجع اه وبعدها فاصل ثم هنلتقي مع الكابتن المعتصم سالم نجم منتخب مصر الاصبخ والنادي الاسماعيلي وحديث بقى عن المنتخب وعن النادي الاسماعيلي وعن المشورة الافريقي اللي عن ديها الاربعة في مصر بعد التقرير والفاصل اهلا بكم من جديد بيسعدني ان يكون ضايفي في هذه الفقرة الكابتن المعتصم سالم مش المعتصم المعتصم سالم نجم نادي الاسماعيلي طبعا الاسبخ ومنتخب مصر الاسبخ كابتن معتصم مساء الفل اهلا بيك يا سيد محمد انا اول مرة اعرف ان انت معتصم مش المعتصم يعني دائما يكتب حتى المعتصم بالله سالم ايو كتير يقولوا كده المعتصم بالله سالم لكن انت اسم معتصم سالم على طول مفيش قل ولا بالله اي صحي كده لكن دائما المعتصم بالله يعني بكل الارب ان شاء الله فانا عاجل الناس التصحيح الكابتن المعتصم سالم على طول كده مفيش قل يا جماعة دي اي امنورنا انا سعيد جدا نرمى حضرتك النهاردة انت كان لك مشوار جامد جدا بس دائما انت مش غاوي تزهر ما ظهرش كتير تحبش الكاميرات حتى ونت لعيد ماش كده كنت بالعكس هي بس يعني يعني بتبقى وقات بقاش في وقت مناسب زي ما انت بتقول انا بحبش اظهر كتير بتركز الملعب بس اه بس خلاص دلوقتي دلوقتي مكنت تظهر بقى خلاص انشاء الله طيب قول انت كان لك تجربة قوي جدا في اسماعيل تعالى 9 سنين في اسماعيل اه لعب 9 مواس في فنادي اسماعيل اه ومسالة كام من من 2003 2004 لحد 2012 اه اوكي والعبت مع جيل مع اسماع كبيرة طبع اه لحيط اعماد النحاس واسلام الشاطر سيد معوض خميس غعفر كل الناس دي لعبت معاها كل الناس دي كل الناس اللي لعبت معاهم قبل ما يمشوا يعني انا جيت لعبوا معايا تقريبا 6 شهور وابتدت بقى الفرق الجدد ابتدى يطلع بقى بعدها شريف عفري طب كل وقت اللي راح اهلي والي راح زمالك الهجرة الجماعية الدائمة دي لنجوم الاسماعيلي لكن انت من الناس اللي عملتش كده معاني انا فاكر زمان كان فيه كلام كتير بتقال انك راح زمالك كان فيه كلام اه كان فيه مفوضات اهلي وزمالك وكانت جدية اه طبعا وصلت لمرحلة بعيدة كان خلاص وكان اقربهم الاهلي وكان خلاص اتفقوا على كل حاجة وعلى المبلغ اه بس بعد كده حصلت شوات ظروف كده في النادي والنادي رجع في الكلام يعني لعسل الجمهور ولا فنيا لا لا لعسل الجمهور لان خلاص كانوا اتفقوا على المبالغ وقالوا لك اوكي النادي قالك اوكي وخلاص اوكي او النادي الاهلي بعت الشيك والإداريين بتوع النادي الاهلي يوصلوا اسماعلي كمان فضلوا عاديين مستنيين عشان ياخدوا الاستغناء وبعد كده الموضوع ما تم مش يعني ده كان 2010 2010 اه والموضوع ده كان هيفق معك بصراحة يعني اه بص كنت قول كم سنة في 2010 كان عن 30 سنة كان عنك 30 سنة اه كان عن 30 سنة اه لأ من ناحية هيفق يعني كنت هتلعب على اقل 3-4 سنة تختم حياتك في الاه اه بص هو عزي محمد تخلينا بقى اكثر صراحة يعني ان احنا في المرحلة دي بتدينا من 2012 2010 2011 بتدت الامور تنزل شوية في النادي الاسماعيلي لان الامور المادية بتدت الصعب بتدت صعب جدا بدليل ان يعني بعد الموضوع ده بعدها بسنة تقريبا او 6 شهور اللي فاصلت ما بعد الصورة صورة يعني بدأ يحصل بدأ يحصل ضرب كبير قوي 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 في الموضوع المادية وانت لمستو انت بتلعب وقتها اه انت مشيت من الاسماعيلي انت مشيت روحت اسموح انا اه انا في الاسماعيلي لعبت كل النهائيات اه لكن وكان عندنا فرقة تاخد كل البطولات يعني انا بأكلمك محمد صبحي هاني سعيد معدوصم سالم شرفع الفضيل سيد معوة ده احمد فتحي حسن عبد الرب حمص عمر جمال محمد فضل محمد محسن ابو جريشا عبدالله السعيد تتكلم على اسمها لا تاخد بطولة وبطولة مستريحة لان جوم كبيرة جدا كان العائق الوحيد عندنا كان الامور المادية كانت مشاكل كتيرة جدا مش بس عقود لعيبة لا الحياة نفسها الحياة في النادي يعني كانت فيه مشاكل في القتيق لا انا بتكلم على عائشة اللعيب نفسه يعني مثلا ما كانش فيه الموردين كان لهم فلوس التهرابة كان لها فلوس الدراب كان لها فلوس اه فكانت فيه مشاكل كبيرة قوي مشاكل مادية في النادي اسماعيلي في الفترة اللي انا كنت بلعب فيه لو المشاكل دي ما كانتش موجودة كنا على الأقل خدنا بطولتين أقل يعني انا لعبت نهاية أفريقيا نهاية بطولة عربية تلعبتوا ده المولدية تقريبا نهاية أفريقيا قدام أن ينبا أن ينبا احنا خسرنا هناك خسرنا هناك 2-0 وتعادلنا هنا تقريبا وكان لها ظروف غريبة شوية وهنا كسبنا 1-0 بس لعبت نهاية بطولة عربية وده مصفاكس في بيروت لعبت دوري ماتش الفاصل مع مدى الأهلي اللي كان في الماكس في اسكندرية لعبنا نهاية كاس لعبت نهاية سوبر فلأ يعني أنا لعبت كل النهايات الظروف دي كاد بتشكل وأفيد كان ممكن أي بطولة من النهايات دي تكسبوها يعني كان شو صعب يعني أنا بقول لك كان في شوية حاجات كده بتعيق الجيل ده جيل من أفضل أجيال بصراحة اللي أنا عصرتها في كل الفرق فنيا وسلوكيا وبدنيا وكل حاجة وكل أغلبنا في منتخد مصر أغلبنا كل الفرق كان بتبقى في منتخد مصر كل منتخد مصر فكاد بس هي شوية العائق المادية دي هي اللي كانت عائق مع أن أرجع لحضرك تاني أن أنا بعد 2010 بطاية الأمور المادية تنزل شوية ابتدى مجلس الإدارة قدم استقالته بقى النادي من غير مجلس إدارة سيد المحافظ ساعتها عين الدكتور رقفة عظيمة الله أرحمه قلت ليسألك وقتها الدكتور رقفة اللي كان هو المسك النادي فدخل طبعا لأن النادي ما فيش فلوس خالص فابتدى إن إحنا كنا 8-9 عقودنا بتخلص فبيكلمنا إحنا كلينا السنة اللي فاتت كلها ما خدناش فلوس مثلا يعني خدناش فلوس خالص فهو بيكلمنا إن إحنا نجدد ونقلل الفلوس فأنتجلين فلوس قديمة وما فيش فلوس أصلا فكتل الأمور صعبة جدا مغامرة صعبة إحنا مشينا تمانية يعني تمانية مرة واحدة في سنة واحدة في سنة واحدة في نهاية موسي كان محمد فاتح حارس المرمى ومعتصم سالم إبراهيم يحيا عبدالله الشحات أحمر سامير فرج أحمد صديق محمد محسن أبو جريشا واتباع حجازي في السنة دي لفورنتينا فلأ كانت مشكلة وابتدى الدروب ده يحصل بقى النادي الإسماعيلي من بعد الموضوع ده إنما هي أفضل تجربة ليك طبعا طبعا يعني أنت لعبت مثلا إسماعيلي سموح مقاولين بتروجات شرقية قناة كل ده أنت لعبت ليه نادي الإسماعيلي أولا ما إني أنت مش إسماعيلي لا مش إسماعيل بالله لا مش من إسماعليه أنا مش في إسماعليه لكن النادي الإسماعيلي لا أوه تفكرتش تقعد في إسماعيل .. مافكرتش تقعد في الإسماعيل الآن ما؟ كأومان أوه لا والله هي زرف ان أنا قلت رايحة جاي علا طول آه بس أنا من نوع اللي sama راحش واجهة كتير بيتوت شموها في الإسماعيلي آه فكنت بقعد هناك في الإضطراحة مبأنزلش غير في الأجازة يعني ما كنتش بروحه أجيب لكن في لعيبة كتير بتروح وتيجي في لعيبة بتروح وترجع ويجي قبل المطش بيوم بيومين يبيت لكن أنا لأ أنا كنت قادر أطوف فدي أفضل تجربة لك دخلت من المنتخب طبعا دخلت من المنتخب مع أول سنة روحت في النادل إسماعيلي 2004 2004 كانت مع كانت تردلي كانت مع كابتن فاتح مبروك جي قبل تردلي بعد ما مشي كابتن محسن صالح جي كابتن فاتح مبروك فترة كده وليعبنا ماتش حتى أصاد ترندد وديبوجو هنا في مصر وانضميت ده المصر كان له حكاية فاكر أنت فاكر كان نماتش ده معمول ليه لا لا مش فاكر لا مش فاكر في حالة لا مش فاكر مش عارف بتطلع لبص ده أسرار بقى دي كواة تامة كان اتحاد الكرة داخل على تنظيم كاس عالم 2010 فاكر صفر المنديل وكان الرجل اللي هو رئيس التحاد ترندد وطباجو ده من المسيطرين على الفيفا كان هو عوض مكتب تنفيذة خد قصة كبيرة وعملنا الماتش وقال يعني جبنا بقى ترندد وطباجو ودهم فلوس وفي آخر خدنا الزير الشهير ناس فاكر انا ما كنتش عارف والله المعلومات انا اترندد وطباجو كنت أول مرس مع البلد دي لا يا بلد طبعا موجودة ولا كل الاحترام اه طبعا بس كنت أول مرس معانها النادة تلعب مع منتخبها يعني وقتها يعني اه طبعا فانضميت مع الكابتن في حما بروق وكسبت الماتش ده اولا كسبنا كسبنا لا كسبنا مش عاف اتنين تقريبا او ما خدناش صوت الراجل ده في المنديه كمان في الملأ ما احنا خدنا زيره خدنا زيره اه بعد كده جيت اردلي روحت معاه برضو معاسكر بعد كده جيت كابتن حسن وروحت برضو معاه اول معاسكر لي كابتن حسن من اول معاسكر وانا معاه وبتديت بقى مع كابتن حسن يعني انضم واستبعد انضم واستبعد بس انت لعبت كاس امم؟ لعبت كاس امم 2010 2010 بس 2006 مشيت قبليه لا 2006 دي انا كنت عامل عملية في رجلي 2008 انا انضميت وكان قبل السفر الكابتن حسن استبعدني 2010 انضميت انا كنت منضم بعد ما رجعوا من 2008 بعد مطش الجزائر في الجزائر وكس الكارات انضميت بقى بعدها فضلت بقى مع كابتن حسن ولعبت انجولا يعني روحت معهم انجولا لكاس الامم اه خدت معهم كاس امم اه ولي عبت مطش نهائي ولي عبت مطش بنين اه قلت عبت النهائيين بس مكوتش اساسي انت كنت بديل لا لا اه كنت بديل نزلت مكان احمد فتحي سايتها كان اتصبح ولي كان حصل ايه نكون اكسبين اخر مطش ده اه كان واحد صفر تقريب واحد صفر اه جده اه جده بعد ما اجاب جده الجنة على طول راح الكابتن حسن ندهلي عشان انزل اه امبال الحيطة طبقه خلاص سجابيه الكابتن حسن جدا جدا اه اهم الميزة في الكابتن حسن طبعا فيهم ميزات كتير اهم الميزة في الكابتن حسن انك تكل اللعيبة بتحبه سواء بتلعب او بتلعبش صحب بالك كابتن حسن كمان اولا نجب كبير جده طبعا يعني بص يعني ممكن الاجيال الجديدة ما تعرفش انه كابتن حسن اسم كبير لا مش طبعا في اسمها كتير كبيرة بس كابتن حسن من اهم اللعيبة اللي جات في تاريخ كرة القدمة المصرية وهو خد بالك كان راجل طيب جده هو لو كان ذاكي ما طبعا هو ذاكي وكل حاجة ما اقصدش ان هو لا يتصف بالذكاة لكن اقصد لو اقدر نفسه كويس كان بقى شفته اسطورة كابتن خطيب كده في اللعب وكابتن حسن ربنا اديه له انه استحق اسطوره في التدريب بجانب هو كان اسطورة في الكورة لكن لو كان الميديا اشتغلت عليه اسطورة بجد كابتن حسن شحاته واحد من اهم اللاعبين في تاريخ كورتا قدمة مصرية انا للأسف طبعا انا موليد تمانين فما عصرتش كابتن حسن انا الرجل انت لو رجعت شفت كابتن حسن اه طبعا لا بص لعيب مهاجب غير طبيعي لعيب حريف غير طبيعي الياقة بدانية عالية جدا اللي بيعاب هاف ديفيندر ولعاب في الجناع ولعاب مهاجب ولعاب ليبرو ولعاب زرد باك وفي مطس ما عرف في متر دايب جون كان اي حاجة كابتن حسن ده ويلعب 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 تقلق جدا وكان لعيب غير طبيعي يخد بالك يعني لعيب كان عارب زيل الدين زيدان كده نفس ستايل لا طبعا نسمع على التاريخ حسن حاجة كده يعني سطير اه بصراحة كمان بقى بعده بقى مدرب فهو كمان شخصية جميل يعني اجم كبير فالما تتمرن معاه كمان مع الاسم ده قول له حضرتك هو من معاملية الكويسة اللعيبة كلنا بنحبه يعني انا بعد ما بطلت اول واحد اتصلت بيك كابتن حسن قلت له كابتن حسن انا خلاص هبطل يعني فقال لي طب هتتجه الايه قلت له ان شاء الله التدريب يعني فانت شايف ايه يا كابتن قال لي بص انا اقول لك نصيحة والنصيحة دي ايه هي في وداني لحد دلوقتي قال لي شوف بقى انت المدرب كان بيعمل ايه ما بتحبوش عشان ما تعملوش اوكي خلاص بي انت انا مت mielم شبش بقى لاب الزبط بس ممكن انت لعيب مش حاجك في المدرب لكن لما تبقى الده مدرب تكتشف ان المدرب كان على حق ديه فيه حاجات كتير بيعمل santباط في المعاشق اتبقى متدابية انت عادت له لا وفي حاجات أوقات أنت مثلا في المدرب بيبقى في مطش معين عايز نوعية لعيب معين أو حاجة معينة فممكن أنت تقعد المطش دوت وغيرك يلعب عشان ما عايز حاجة معينة فاللعيب هو مدعي جدا من المدرب فأنت تبقى مدعي أنت عدت ليه وإنت كنت تبقى متقلق ومكسر الدنيا بس هو ليه وجهة نظر مش واصلاك بس يعني أنا بقى لو مدرب لا أنا هقعد مع اللعيب وأقوله فأنا وجهة نظري كذا كذا وعايز أعمل كذا فلا إحنا في مصر ما كانش حد بيقول لحد حاجة فممكن اللعيب يزعل من مدرب عشان نقطة ما كانش كابتحاسي بعمل كده؟ كش بقعد معاكو كتير؟ لا كابتحاسي كان بيقعد معايا حد صراحة يعني لو مش هيلعبك أو هيلعبك كان يقعد معاك قبلها بيقول لك كذا وكذا لا في المنتخب لا من السقة في اللعيبة من الكابتن حسن في المنتخب هو كان بيحط أي لعيب في أي مطش ومن غير ما يقوله من غير ما يقوله يعني هقولك أنا في مطش الجزائر مثلاً بتاعتصفات كاس عالم اللي كسبناه هنا اتنين وبعد كده لعيبنا المطش الفصل اللي في السودان هو ما كانش عين لحمص إنه هو هيلعب حمص بدأ المطش ده اللي هو القابل السودان؟ اللي هو مش في القاهرة اللي كسبنات نصف تعضون متعب الأخرالي البركات ده عالكورة في أخرالي الله يسامحه بكره الله يسامحه الله يسامحه الله يسامحه في حاجات كده خبالك بتبقى في التاريخ لما تفتكه زي ماروان في مطش السنغال فاينال فاكرة يعني أكتر كورة زعلت عليها في حياتي بتاعت ماروان؟ لا بتاعت بركات اصلاح نوصل كاس عالم مصدنا لا وهو ده بركات كمان يعني في قيل العيب يعني ده بركات يا جماعة يعني يحطها يعني لو تعدت مئة مرة بركاتها يحطها في المئة مرة مع عشان هو يعني من دي تعرف ان ربنا مش عايز لنا ان احنا نوصل كاس عالم القدر طبعا اه الحمد لله والله كانت مجموعة كلها كانت حلوة مع بعض الجهاز كلامي من الامور حاسس ان الروح دي موجودة دلوقتي في المنتخب؟ والله يعني انا شايف ان اللعيبة اللي موجودة دلوقتي في المنتخب حتى في القايمة اللي اعلنها مستر كروش اغلامها اللعيبة كلها كويسة ومنضبطة ومعلاش اي خلاف من ناحية ال السلوك والالتزام والحاجات دي كلهم ملتزمين ولا خلاف فني ولا حتى بدني يعني كلهم اللعيبة فنية حتى اظن ان هما اكيد مع بعض كده يعني انت القايمة دي شايف انها متكاملة مفهاش ظلم مفهاش حد تجامل هو الراجل بيختار القايمة مش عن قناعته بس على اساس من اللي هي ينفذ طريقة لعبة طريقة لعبة وده كان من اول معسكر الراجل وضحها لناس كلها لما الناس كلها قامت ازاي ما اختارش مجد افشا شريف و افشا وبعد كده طرق حامد و عبدالله السعيد و رمضان صبح اه يعني كان له كده موقف كده ليه طريقة لعبة معينة عايز الناس ينفذها اللي هينفذ هيبقى موجود اللي مش هينفذ مش هيبقى موجود انا مقتنع بحد معين زي ما انا قلت حدق دلوقتي ان فيه مدربي بيبقى شايف لعيب ان هو اللي هينفذ لحاجة معينة فده اللي هيلعب هو برضو كده الراجل بيختار اللي الناس اللي نجع عمره ما هيبقى فيه حد كويس و الراجل مش هيختاره الراجل هم اكيد عايز يوصل كاسعالم برضو يعني فاكيد هو بيختار الناس اللي هتنفذ له الطريقة بتاعته و اللي هتنجح طريقه طب خلينا اقول لك نحلل فنيا اللي نعبينه الجدد هو كان محتاج باكر رايد بعد اصابة اكرم وده منطقي اختياره لعمر جابر صائب ولا كان في حد في الدور انت شايف ممكن يبقى طب محمد هاني تصاب كان العين الاول على محمد هاني كان هو وهاني هاني لما تصاب خلاص مفيش غير عمر لان عمر انا طبعا متابعه كويس في بيرامج هنسأ قول كابتن معتاصم مسك الناشئين في بيرامج انا مسك مساعد مدير رياضي ومسك قطاع الناشئين اه مساعد مدير رياضي اللي هو الكابتن هاني سعيد وانا المساعد المسؤول عن قطاع الناشئين فانست بس اقدم دي كابتن معتاصم يعني ما سابش الكورة ده هو الراجل وفنادي كبير زي بيرامجز يعني وعندكو صرف كتير بقول الناشئين بزيال في ريال اول لا لا حسنا تتحيس نفسك متشف يعني برضو في بيرامجز يا جماعة الناشئين غير في ريال اول برضو عشان ما نعودش ايه نقر على الراجل يعني الارقام اللي يشوفها في ريال اول اطلع في ريال اول عشان تاخد الارقام لا في عمر لا عمر مقدم مستوات كويسة والراجل بيلعب في افريقيا وعنده احتكاكات كتيرة جدا سواء في دوري او في افريقيا فلا انا شايف انه هو اختيار طبيعي اختيار طبيعي وعمر يدي في الحتة دي وخبراته بشغله يدي في الحتة دي وبعد كيه هو الراجل يعني احنا لو اتكلمنا مثلا عن حداشر اللي هيبدأ موضش السنغال هتلاقي الاختلاف على واحد او اتنين لكن هو ما احنا هنتكلم دي وقت عالتشكيل انا انا اختلاف الوحيد اللي انا دايما ببقى شايفه في حتتين التالت اللي مع الاتنين اللي في نص الملعب انا هيبدأ بالتلاتة الهفض بين درس السبتين عمر السلية وحمد فتح والنني ولا هيشيله واحد ويحط مثلا واحد زي زيزو ولا واحد زي إمام عشور ولا يبقى عنده شوات قدرات هجومية دي نقطة خلافة هو الراجل كل مرة يضحك علينا ويحط التلاتة بتوع اهما 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 ويبدأ بمرموش ولا ترزيجيه يعني شوية يبدأ بمرموش وبرده بينفذ ويبدأ بمرموش عن السرعات في الاول وبعدين يبدأ ترزيجيه بعد شوية بيحاول يدور على العناصر اللي هتنجح طريقه طبعا اصد ان التشكيل الراجل ثبتوا لدرجة كلنا خلاص حافظين بص انا ما بختلفش مع الراجل في اي نقطة في موضوع طريقة اللعب او الخطة او او التشكيل حتى لكن بعد كده يعني مثلا في كاس الامم احنا شوفنا ان مرموش قاعد فترة ما زهرش بالمستوى المطلوب او الناس مستنيه منه فضل الراهن عليك كتير لا كان لازم بقى يعني فترة دي كان زيزه ماشي كويس كان رمضان لازم ياخد كان لازم يغير هي دي نقطة الخلافة الوحيدة اللي بيني كمعتاصل معه الشخصيان الفنياء مع الرجل لكن طب لم تقولش انه عايز يزرع جوا مرموش الثقة طول الوقت طول الوقت طول الوقت مش على حساب المنتخب طب هل حصل انه كان على حساب المنتخب في المطلوب او ما عليش بس يعني مرموش لو كان في مستوى احسن من كنا كنا استريحنا وما كنا عبناش مئة وعشرين ديئة في مطلوب كتير او كنا خلصناها مثلا انا اخد باك احنا برضو اقالي من اقالي فانا جابت جوال او طبعا احنا احنا بطولة كلها اربعة اتنين في المغرب ايو وجبنا جول في السودان وجول في غيني دول الاربع اللي جبناه والبقى كله اخسرنا من هجيرة في الاول وبعدين تعادلات يعني فهي الناحية الهجومية يعني مفضلش اصر 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 وانا يعني مفيش يعني كان مرموش ما كانش موجود خالص مرموش خد يعني بس فيه مطشط كان كويس فيه يعني فيه بعض الاحيان كان كويس ما هو بعض الاحيان عزيزي محمد بص احنا عندنا برضو مشكلة في مصر هنا كبيرة جدا اللعيب السوبر هو اللي يبقى مستوى ثابت سنة موسم كامل لكن احنا عندنا لا احنا عندنا واحد يعمل مطش كويس او شوت كويس تلاقي السوشيال ميديا والناس كلها بتتكلم عليه بس المدربين متاخدش من الكلام ده دلوقتي المدربين عندها خبرات ان هي واخد وانا بقول ده للعيبة من خلالك كمان انه اللعيب برضو يبقى فهم انه مش هحتارف ولا هيعمل نقلة في حياته الا لو مستوى مستقر فترة طويلة في أوروبا الناس لا بتبص بتبص زينا كده لا 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 ببصش ولا بحد بيبص على فيسبوك وعلى كلام ده لا معلش محمد احنا هنا في مصر فيه لعيبة كتير بتتباع وتتشتري وكل حاجة من الفيديوهات جوا مصر لا برا مصر لا وضوع مختلف برا مصر فيه اه يعني فتوح انت عايز تروح ايكس تمام لكن لازم تقعد فتوح اللي اناس شافيته في كلاس الامم سنة لا فيه ارقام في كل الماتشات الناس دي بتشتري لعيبة عن طريق ارقام اللعيب بالنسبة لأوروبا بس محمد هو عبارة عن ارقام انت بتلعب ايه مهاجم طيب انت تحركاتك عاملة ازاي جبت جمجون صناعت كم جون انت مدافع طيب اللعاب الهواء عاملة ازاي مان تمان عاملة ازاي تمركزاتك عاملة ازاي تبني من تحت ازاي كل دي ارقام عملت كم باص طولي مظبوط عملت كم باص قصير مظبوط اترجعت الكرة الوراة كم مرة فاللعيب بالنسبة لأوروبا هو عبارة عن ارقام لكن هنا في مصر وارقام يعني استقرار في المستوى لازم استقرار لازم تكون ثابت المستوى طبعا طبعا فمرموش لا ما كانش ثابت المستوى مرموش انا بالنسبة لي هو عمل موش يعني دي نقطة اللي كانت اختلاف بين كوبين كيروش فنيا فنيا طيب اتكلمنا عن بقى الوجوج دي يعني ياسر ابراهيم انت شاف انه الاحق انه ينضم لما حجازة صب يعني اتقال مثلا ان ياسر ابراهيم وحاجة على الحتة اللي ادغدغج بيها اللي بتاعت قاله علي جابر و احمد سيم يعني اعتبر البرامد اتقال برضو احمد ياسين بتاع البنك الاهلي اتقال محمد عبدالغاني من الزمالك اتقال حاكم في السموحة يعني اتقال كذا اسم محمود مارعي من فيوتشر ياسر ابراهيم بيلعب مع النادي الاهلي بصفة السيئة بقى له فترة كبيرة ومتقلق الحقيقة وماشي بمستوى كويس بقى له فترة برضو لو احنا هنتكلم بها بينه وبين علي جابر اعتبر علي له خبرات اعتبر علي له خبرات لا وماشي كويس برضو من بعد ما رجع المتخب تساهم لا ماشي كويس جايب هدفين مؤثرين مع بيرامس في افريقيا فكانت بينه وبين علي جابر وكانت بتقال فعلها المفاضلة بين ياسر وعلي جابر بالضبط لا هي تبقى كده هو أشبه برضو الأداء حجازي يعني أكتر لعب برضو ستايل حجازي شوية علي جابر خلينا برضو سرحة بزي محمد لا ده يلعب ولا ده يلعب محمد لعب منعم والوينش هم الأساسيين بتعرابي بس انت محتاج برضو يبقى عندك ياخد بالك انت ممكن وارد ان في اي وقت يحصل اي حاجة اه طبعا انت اول مباراة اكرم صليبي التاني مباراة الوينش تصاب فتوح تصاب لو تفتكر اول ماتش انت بتختار البديل الأنسب اللي انت شايفه في مخيلتك لو لا قدر الله حد تصابه وحده حصل حاجة او طرده او اي حاجة الناس مش واخدة بقى ان عبد المنعم ده ما كانش في الصورة اصلا اه طبعا اول ماتش احنا لعبين بحجازي والوينش لو تفتكر الوينش تصاب فعب منعم بقى عب منعم ده من صدفة من بعد اصابة اكرم هو نزل بك رايت ايوه وابتدأ ياخد ايوه بعد الوينش تصاب فلعب مكانه فلعب مكانه وحجازي تصابه كمير بقى محمد عم منعم افضل وقت افضل سردبك في افريقيا فى البعد البطولة بطولة هاي فده بتبقى برضو الصدف فى حياة اللعيبة ده حاجات بتبقى يعنى فى حياة اللعيبة طبعا هي صدف اوه بس هي فرص من الي قدر يمسك فيها من الي قدر يمسك فيها ويستسمرها ومن الي فرط فيها طبعا طبعا شوية في طريقة لعبه؟ لا هو مش غير طريقة لعبه خالص وقفشا مش هيبدأ مع الراجل خالص إن إذا بقى حصلت تغيرات في أول ماتش أو تاني ماتش وابتدى يغير الطريقة فابتدى هيفكر بقى ساعة خالش ما أنت وكن تحتاج ده في آخر التلت ساعة هو الراجل بيلعب بالطريقة دي على طول يعني حتى بني بيجي مصر هو بيلعب بالطريقة على طول وإحنا شفنا في تصفات أفريقا وهو بيلعب كان ماشي إزاي وتصفات كسعالم كان عامل إزاي شفنا في بطولة عربية اللعبها كان عامل إزاي نفس السيستم اللعب ما بيتغيرش بطولة أفريقا في الكاميرون السيستم اللعب ما بيتغيرش طريقة اللعب ما بتتغيرش هو مش غير طريقة اللعب في الماتش ده وعشان لعيب مش هيعمل طب هل أفشا مايلعبش إلا لو تغيرت طريقة اللعب ولا ممكن أفشا يلعب بطريقة اللعب اللي هو بيلعب بيها والله دي بتاعت أفشا واخد بالك من متابعتك لأفشا بقى فرناية هي دي بتاعت أفشا ما هو أفشا لو الرجل صدق أفشا عندكك بلعب في البرمجز 8 لو الرجل حس أن أفشا هيديله الجزء دي ما كانش يستبعيده لفترة اللي فاتت في التروت أفركة لما حس أنه هو مع النادي الأهلي بلعب مسؤولين يلعب تقريبا بلعب نفس الطريقة فابتدى أفشا يظهر بالمستوى الكويس اللي هو الطريقة بتاعت الراجل هو أكيد الرجل عارف أن أفشا لعب كويس ومحمد شريف اللعبة كويسة جدا لكن مين اللي هيمشي معاه في المستوى بتاعي في السيستم لعب بتاعي في طريقة لعب أنا فهو بيختار على طريقة لعبه هو طب أنت أفشا يلعب على الطرف أحسن ولا يلعب مثلا تمانية مكان السلية أو في الحتة دي أحسن بطريقة لعب كيروش طريقة لعب كيروش لا يلعب على الطرف ملعب شخص ملعب بطرف الشمال ماتشين دولاوز محمد عايزين نصف ملعب عنده نواحي هجومية كويسة جدا ونواحي الدفاعية 100% هنجيب مين طيب؟ السلية؟ السلية بيعملها كويس يعني السلية وإمام بيعملها كويس وإمام بيعملها كويس أنت محتاج اتنين كده اللي هم اللي بقول عليهم رقم 8 أنا بقول عليه هاف رايت و هاف لت والراجل بلعب بارتكاز هو ارتكاز اللي هو حمدي أو النني ويبقى على يمين ومسلا السلية وزيزو مثلا مثلا يعني أو هيبقى حمدي ونني أو العكس زيزو على يمين اه مثلا مش هتفري يعني الهاف رايت و الهاف ليفت دول الراجل هو دول المشكلة الكبيرة بتاعت الراجل دلوقتي يعني اللي أنا شايفه لأنه هو محتاج حد بيكمل في النوحة الهجومية كويسة جدا تحت السلسل الهجومي وفي نفس الوقت بيرتد في الدفاعية كويس قوي وإنني عملها كويس على فكرة في كاس الأمر إنني عملها كويس وعلى فكرة إنني بيلعب رقم 6 ده اللي هو الارتكاز كويس جدا لأنه هو بيلعب مع الأرسنال كده 6 فهو الراجل بيجي بيلعب حمدي لها برضو تمانية لها برضو عطار في شوية في كاس الأمر وبعض المتشاة إنني وكان متقلق جدا بيلعب على طول لأنه هو الراجل بيحط حمدي محمدي فتح بيحط الفلحة دي فإنني بيلعب إنها إنني بيلعب إنها إنني بيلعب لإنني كورته كويسة وبيعرف يا برضو أكتر تمريرات دقيقة يا أخي ما عرفش الناس واخد فكرة عنين أنا ببقى هجنة يا جماعة تبيلعب في الأرسنل أنا لا أستغلب يا أصلي مستحيل يا عزيز محمد هو بقى له كم سنة في الأرسنل يا عمد يا الناس هنا بتلعب سنة في الألة ولا الزمالي محطش بعرف يكلمها هو بقى له كم سنة في الأرسنل سنين مستحيل يكون هو بالمستوى اللي الناس بتتكلم عليه دوت وهيعد سن دي كلها في الأرسنل لا هو يا جماعة زي ما أنا قلت في البداية اللعيب بالنسبة لأوروبا هو أرقام الراجل أرقامه كويسة جدا بس هو بلعبش في الأرسنل بعد كاسي الأهم هو ماشي هو بلعبش بصفة أسية دلوقتي لكن هو موجود هو لما ما كانش يعني ما كان كان بقى بعيد طلعوه عارة والراجل تقلق ورجع تاني وابتدى ياخد فهو لا هو موجود حل من الحلول أو بديل انت عارف أن أبو انفجر مرة قالت جملة اللي انت قلتها دي ده بلعب ابني بلعب في الأرسنل عايزين أكتر من كده يعني طبعا هو أو ما بلعبش بصفة أسية دلوقتي لكن هو برضو موجود في الأرسنل طب نرجع تاني النن انت شايف ان هو يلعب في الحتة دي يعني يلعب على الطرف كيمين حمد فتحي ولا يلعب هو ستة لا أنا شايف ان هو يلعب المطش الأولاني ده بالذات يلعب هو ستة يلعب ستة النن يلعب ستة النن ويبقى السولية ومع إيمان مثلا وزيزو يعني التالت بتاعها بيبقى سيزو أنا وجد نظر زيزو بص أس محمد احنا مطش الأولاني ده محتاجين نكسب فيه فمحتاجين نواحي هجومية مش محتاجين نواحي دفعية بس فأنت محتاج النقطة اللي أنا قلتها أنت محتاج الهاف رايت والهاف ليفت دول يكملوا في ظهر التلاتة بحيث ان احنا بقى خمسة مع الباكل مثلا اللي زايد ولا حاجة دي بقى ستة بنهاجم في اربعة من دفع ولو تردت انت لازم ترد بالتلاتة بتاع نص الملعب فتبقى بتدفع بسبعة ده لو ما حدش رجع من التلاتة فهو محتاج أن الهاف رايت والهاف ليفت يكون عنده النواحة الهجومية كويسة قوي في التكملة والنواحة الدفعية كويسة قوي أنه هو يرتد بسرعة وأنا شايف أن زيزو بيعمل اتنين كويس فأنت محتاجه موجة نظر لا أنا محتاجه زيزو المطش دوت اللي يقطع عالية جدا حقيقة اللي يقطع عالية لأ أنا شايف زيزو زيزو أجهز دلوقتي معروهش خلاف بين الجمهور ودي نقطة مهمة ومن أفضل لعبة مصر عنده قابلية طبعا عنده قابلية من الجمهور كله الجمهور من مصر كله عارف نزيزو اللعب كويس ويبقى موجود لأ وعمل بطولة هيلة جدا حتى لما كان بينزل بديل في أغلب الماتشات لأ كان بيدي وبيقدي كان بيبنى مؤثر بالزبط لما نزل في مطش نيجيريا الأولاني نغير شكل اللعب بصراحة شوت تاني بصراحة شوت تاني أزل مظبوط كان بينزل لأ هو اللعاب الوحيد اللي بيقدر يعدي واحد ضد واحد ودي نقطة مهمة أول نحن عبدالله في مصر وقليل أول اللعاب اللي بيعدي واحد ضد واحد يعني أقول لي كده لعاب حريف بيعدي واحد يخلص لك هتلاقي فيه أفشة موجود بصير كويس يعمل سروبوس مثلا لكن واحد ضد واحد لأ بل أحمد عبدالقادر عبقادر بالزبط بس هو الرجل مش عايز يدخل عناصر جديدة لسه لسه يعني ممكن الفترة إن شاء الله مش في الماتشين دول مش في الماتشين دول لأ إنما فيه لعبة طبعا تحت الضوء يعني ما هو شايفهم أكيد طبعا هو عبقادر لافت النظر لعيب كويس ولافت النظر يعني انت شاف نص المال احنا خلاص مش مختلفين على الشنالي ولا عمر كماله وفتوح ولوينش وعبد المنعم فأنت شاف النيني يلعب ستة النيني والسولاية وزيزو ويبقى يمينه زيزو يمينه زيزو وشماله السولاية أول عكس أول عكس أول عكس أول عكس وطبعا ما فيش خلاف إن صلاح ومصطفى يبقى مرموش ولا ترزيجيه 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 عايزه يبدأ بترزيجيه أه لما برضو خد بالك إن فيه مدربين يقولك أنا محتاج برضو يكون معايا تغييره ولو أتنين تقلب لو حتقت لمه هو عندو ما شاء الله يعني ما عندو يعني هو لو يعني أنت لو و spite moss هيا ما فيش غلق غير الأفشة عندو مرموش هيبقى مرموش برا ما عندك مرموش وأفشة وإمام وكلامك أنت هيبقى مرموش قاعد عالدكة وقاعد عالدكة وأمام قاعد عالدكة وحمدي فاتحي قاعد عالدكة وايمن أشرف هيبقى قاعد عالدكة وعمر جيبر هو في الكاميرون كان عنده شريف ومروان بره في النهائي لما احتاج ينزل حد تاني جنب صلاحه نزل مروان ضياحة تجون اللي بدماغه دي فمروان في حساباته يعني لو احتاج حده مصدر محمد عندنا المطش كله ما جتلوش دي اقول مصدر مروان جتل مصدره بينطح حلو مصدر مروان بينفز حاجات الرجل محتاجة انا بالله شايفه لعب كويس لا لعب كويس خد بالك ده من هدفين الدولي يعني هو زيزه ستة اهداف اه مصبوط زيزه يوصل تمانية دلوقتي تقريبا ستة لا يا الراجل زيزه عدى المنش زيزه بقى يجي دلوقتي كمان مش بانها لتزو بتاعها تمانية اه لا زيزه تمانية زيزه عدى مانيه زيزه تمانية ومروان حمدي هو يا ستة زيزه كمان لو لا بمطش السنغال ده مش عفت لمه من هدفين الدولي والراجل قبل ما بيهدف الدولي انا عايز اقول للناس ان اسف للمقاطعة انه برضو انك تجيب سبعة تجوال ولا ستة من ركلات الجزاء دي مش سهلة ده طبعا مش سهلة انه جيبت سبعة تجوال وورا بعض من غير ما تخطف ولا ركلة الجزاء مش عزين نقر عليه بس لنبي لكن دي مش سهلة لانه الحراس مفترض انه محافظينك فانت بتقعد تنوع واتغير هو بينوع دلوقتي يتغير فيها صراحة عنده زاوية كده حط فيها كم واحدة كده وورا بعض بس الوقت ينوع حتى في كاس الامم اكتر من ما غير اه غير وهنا في مصر غير اه وهنا بيغير دلوقتي لا غير عمل واحدة تشيب وعمل واحدة برضو عالارض كده ناحية التانية اه لا هو مش سهلة عشان بس الناس فكر ركلات الجزاء بس دي بجوال يعني بركلات الجزاء دي مسألة سهلة بتخليك تيب جوال اكتر لا 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 بالعكس ده اللعيب بيحس ان الجنقه دي كده لا هو بيحطها بطريقة كويسة قوي ودلوقتي خلاص بقى عنده ثقة في نفسه فابتدى بقى ينوع فلا ازيزو يعني في موضوع دلوقتي اه ما شاء الله عليه يبقى احنا الوقتي انت شابنة الازجيل ليبدأ مش مرموش هيبقى عنده مرموش بره ومروان حمدي بره وامام عشور لو احتاج يغير برضو طريقة اللعب او في نص الملعب وعنده افشة بره لو حاول برضو يغير او زناءنا مثلا غير طريقة اللعب اللي انا الموضوع لسه تعادل اللي عايزين نزود الناحية الهجومية ممكن يحصل انه يلعب اربعة اتنى تا واحد لو احتاج ده في اخرة التساع ولا انه ايه والله هو الراجل لما بيغير بيغير الاربعة اتنين يعني شفت في الكاميرون كان بيغير الاربعة اتنين وبرضو كان بيبقى عندي اختلاف معاه لانه بيخلي صلاح مهاجم حط مهاجمتين وصلاح يعني احسن لعب في العالم جناح طبعا احسن لعب في العالم جناح طبعا وما بيدخلش الجوه في الحتة دي خالص وإحنا شفناه مع منتخب مصر لما دخل في حتة الرأس الحربة قال لي تقريبا 50% من خطورة صلاح ايوا بيوقف الناس وبيعبليل له حساب وكل حاجة بس لأ ميزة صلاح واخطورته هي المساحة اللي برا دي وازاي هو بيخش بالكرة الجوه ويعدي فانت بتفقده جوزء كبير من خطورته لما بتدخله جوه فهو الراجل ما بيغيرش الاربعة اتنين تا تا واحد بيغير الاربعة اربعة اتنين فلو غير الاربعة اربعة اتنين لا هيبقى هو بينزل مروان حمدي جنب صلاح وهيلعب بقى هيزود طرفين مثلا مرموش ويخلي زيزو زي ما هو المطش اللي أنا أكيد هيبقى صعب جدا لأنه هيتبيني علينا حاجات كتير في المطش التاني جدا امت شايفه ازاي يعني هيطلع ازاي في ناس قلقانة جدا وشايفة منتخب السنغال أفضل وفي ناس واسقة جدا وشايفة منتخب مصر في كاس الأمم شوية كان متأسر بموضوع الـ 120 ديئة اربع ماتشات واربعة احنا عندنا احسن من كده بكتير في الماتش الفايل لأنك تخطي لعب 3 ماتشات قبل 120 ديئة وبدليل ان هما لما نعبوا زيانا 120 ديئة وقعوا شوية تشوت 3 واربعة لو تفتك مصرز محمد وفي ناس شايفها يعني هي 50-50 اه حتى المدربين شايفانها كده ايه 50-50 انت لو تبص على منتخب السنغال هو مستوى ابتدى يتصاعد في بطولة أفريق في الكاميرا منتخب مصر نفس الكلام ابتدى يتصاعد لو تيجي تبص بقى على فرقة السنغال كتيم هو عنده الجزء الأمامي غير الجزء الخلفي الجزء الأمامي فيه كواليتي لعيبة عالي جدا جدا والرجل بيعتمد على نقطة معينة كده في الحتة الهجومية هو أولا الرجل بيعمل اللي هو المدير الفني بتاع السنغال يعني هو بيحضر ورا وبيخلي السردباك يعمل عكسية على جناح من الأجنح سواء مانيه أو الرجل التاني باسمه سار ده اسماعيل سار اه تقريبا فبيعمل العكسية دي وبعد كده يعتمد بقى كل واحد على سرعته على مهارته الفردية والكواليتي بتاعته وهو كواليتي اللي قدام عالي جدا لك تعال بقى على خط الظهر السنغال لا أولي عندهم بطء شوية لا أوليل جدا أوليل عندك الطرفين صلاح أو مرموش أو تلزجي حتى سرعات عالية جدا جدا فأنت عندك خط الظهر بتاعهم لا من أضعف الخطوط الظهر اللي موجودة عنده الجزء الأمامي آه كويس عنده نص الملعب كويس فلازم أنت لازم يبقى فيه إكوال بقى عشان كده بقولك لا هو الرجل مش هيجازف حتى لو في أول ماتش يعني أنت ممكن تطلع هنا يعني لقدر لا لو ما عرفناش تكسب وطلعنا هنا صفر صفر لسه عندك ماتش تاني لسه عندك ماتش تاني لكن لو هتفتح الجيم لا بالسرعات اللي موجودة والكواليتي بتاع اللعيبة الهجومية في ممتخب السنغال لا أنت كده بتعمل رسك كبير لو أنت المجال الفني بتدير الماتش ده هتبدأه إزاي هتبدأه ضاغط ولا هتبدأه أتأمن لا أنا أولاً هبدأ بتوازن يعني هقر الجيم عامل إزاي هم في الأغلب ما بيحضروش يعني ممتخب السنغال ما بيحضروش زي ما قلت هو بيلعب الطويلة وبيلعب على كرة تانية بتاع نص الملعب وبعد كده بيلعب لو حضر ولا حاجة مش تبقى بساط كتير هيبقى باص للسردباك ويعمل العكسال والأغلب الحضر ويعمل الحضرات اللي قدام والمهارات اللي قدام اه بالزبط كده فهو أنا هبتدي لأول الماتش بتوازن عادي جدا وهشوف الدنيا مشي ازاي لو لاتهم بيحضروا الورا وعملين بقى بلد أب من تحت وكده لا هضغب عليهم من قدام لأن هم وراء ما عندهمش الحتة دي رغم أن فيه كل يبالي من أفضل المدافعين العالم بتاع نابولي ما هو الواحد ومشامل لكن مع الأربع ده أصدق التفاهم بين الأربع كلمة لا التفاهم ولا التمركزات بدليل أن مروان نزل كرتين عرضيين اللي اتعاملوا بس احنا الشروط الرابع هم لما لعبوا هم يعانين من 20 دقيقة داقوا بتراجعوا بصراحة بدنيا فإحنا شروط الرابع كان بتاعنا يعني بصراحة نقول الحركة لو تكلمنا على القوار العرضية مثلا لا مروان خد جالوا كرتين يخلصوا المطش وجوله وهو طلع واخدهم من الناس فمعنى كده لا احنا يعني القدراتهم مش عالية في الكرساكين يعني لو هنعمل توازن بين القدرات الهجومية وقدرات الدفعية لا هو فيه فرق كبير قوي بينهم لصلاحنا اه طبعا بس موما نقدر نوصلها اه نقدر نص الملعب يوصلها هو ده المهم هو ده المهم طب انت بتقول بعد أسان بلنا دقتين انت بتقول بعد ما تقرى لو بيحضره هتضغط اه طبعا وتستغل أخطائه طبعا وانت متوقع انه مش يحضره اه لانه الراجل برضو فاهم ان خط تدفعه برضو المسألة بالنسبة لهم مسهلة برضو صعبة اه طبعا وهو بيعمل حساب ان حتى الكرة التانية هتلاقيه لو اتقطعت عنده تلاتة في نصف الملعب لا مش جمدين جدا في الكرة التانية وبيعطى اللعب بحيس ان انت متلحقش تعمل المرتدة عشان عارف ان انت عندك صرحة توقعاتك اللي ماتش نتيجته؟ والله هو لا هو ماتش خارج التوقعات لان زي بقولك نكسب واحد صف اتمنى نكسب بس مش اتنين واحد اتمنى نكسب يعني يعني واحد صفر اتمنى نكسب واحد اتنين يعني طبعا لو اتنين بقى يعني ربنا كرمنا ان شاء الله ربنا يكرمنا في كل الاحوال لكن اقصد ان واحد صفر راحسب اتنين واحد يعني ما اجيب جول اه بحيس ان يعني بيدخلوش هدف فينا وكده اه بتخلي يعني فرصتك افضل يعني ان شاء الله انا بقيل دقيق هل حك اسأل على اسماعيلي؟ يعني هل حك تفسرلي اللي في لي اسماعيلي ده كله نتاج ايه؟ لا نتاج سنين كتير اه حاجاتهم هتبقل من بعد الصورة وفي مشاكل هل ممتد لغت دلوقتي؟ يعني عشر سنين؟ لا اكيد لا اممتدتش اكيد يعني طلعت ونزلت بدليل ان هو في سنة بسنة اخد مركز تاني ولعب افريق وابتدت الامور تنزل تاني بقى من بعد موضوع المركز تاني دوت وابتدت الامور تنزل تاني هي بس عز محمد هي دلوقتي الموضوع كله بالنسبة للنادي اسماعيلي يعني في سلبيات كتير حصرت قوي يعني ومجلس ادارة ده مجلس ادارة جديد وجاي منتخب وجاي على حمل كبير لان هو جاي وعارف ان النادي عليه ديون كتير جدا بس هو انتخب يعني رشح نفسه هو عارف ان فيه مديونية لازم هتدفع او تجدول او يبقى لها صرفة يعني فدي كتأول مشكلة هتواجه مجلس الادارة الامور المادية والالتزامات والمديونية وكده بقى كده دخلة كده دخلة بصور راجل عمل بوداشارين 11 لعيب في يناير وانا برضو يعني اه يعني هم حاولوا يعملوا حاجة يعني والراجل برضو يعني فاخر مانسيح يكون كرئيس للنادي يعني سيبك من اي حاجة هو في الاخر برضو يعني انتخدارات فنية سواء لجنة الفنية او الجديد الفن اللي كان موجود رجل ارجنتين يعني هو اللي بختار اللعيبة اهم مشكلة باز محمد انا هو جبت 11 لعيب بس الكوالتي عامل ازاي يا سيدي الكوالتي هو الوحش والحداشر وحشين ما برضو من اللي اختار هو كرئيس نادي انت بتيجي تقول لي كابت المعطوة صلى الله عليه بيجي قول لي خد شبانة احنا محتاجينش مثلا يا احنا بديك مثال احنا محتاجينش فانا بقى اخد رأي الرجل الفني فجبت شبانة لعي شبانة ده مش قد كده طب هو زنبو ايه كأدارة هو زنبو ان هو يجيب حد يعرف يختار اللعيبة انت اصدق ان هو الناس اللي اشارت عليه الحداشر اللعيبة اصدق انت اصدق ناس اللي اشارت عليه اساسا ممكن تكون اخوة اختارها غلط اه طبعا انت دلوقتي جايب حداشر لعيب كلفوك قد يكم مليون جنيه ممكن بالحداشر دول تيجيب خمس لعيبة احتياجاتها اللي انت عايزها واهم مليار مرة من الحداشر وكوالتي اعلى صح ويفروه من نص الفرقة خمسة نص الفرقة صح معاك حقف دي فدي على رأي مش فكر مين اللي كانت معايا هنا محمد عبدالله اللي كان مين قلّم زمتك ده ارجنتيني في الوطن محمد عبدالله يعني ده ارجنتيني مقعد ينفعل حشنا عادي بنتكلم محمد حد بتاع كورة يختار لعيب كورة يختار مدرب كورة دي نقطة مهمة جدا لكن اعلى برضو هرجع اقول بس عشان اختم كلامي عن نديل اسماعيلي يعني عشان عارف من حضرتك ما عندكش وقت نسرد الموضوع هو الموقف اللي فين يا الاسماعيلي دلوقتي هو في رجلين اللعيبة اللعيبة اللي موجود دلوقتي هي لمكملة لاخر السن وهي اللي قادر اتطلع النادي من الموقف الفوز على الاتحاد الاخير ده هيساهم في طبعا طبعا لا يعني يرفع الروح المعنوية حسن اسماعيلي هيقعد في الدول اتمنى اتمنى زي زي ناس كتير جدا لكن احساسك يعني بتقولها انت احساسك مش عالي مش واسق مش عالي هو الموضوع عايز شغل كتير التمنى بالكلام ما بينفس حاجة لكن زي ما قلت هو اللعيبة اللي في رجليها وفي ايديها ان هي تطلع النادي وتطلع نفسها من الموقف اللي النادي فيه قادرين اه قادرين لان هم عملوا هو يعني النادي الاتحاد النادي كبير وقعها جهاز فن كبير وعندهم لعيبة كويسة جدا وعمل نتاجة هيلة فان انت تكسب الاتحاد في اسكندرية وعمل مطش حالو لإسماعيل بصراحة انت عملت مطش كويس وكسبت الاتحاد في اسكندرية فانت حطيت رجلك على اول سلم لازم تكمل جات لك الفرصة كاملة كابت المعتزم انا سعيد بالجد انا اسعد انا بقول المعتزم مش المعتزم انا اسعد جدا انا بشكورك جدا جدا ولطق ان شاء الله كتير الفترة جاء ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله وارتنا وشرفتنا شكرا محمد بشكرا شكرا جزيلا من كابت المعتزم سالم نجم النادي لأن اسماعيل ومنتخب مصر على الأسبق ولمدير الفني اللي اختاع الناشئين في نادي بانعود ومساعد المدير الرياضي او النائب المدير الرياضي في نادي بانعود بشكرا شكرا جزيلا حسنا كده وصلنا لنهاية حلقة اليوم بكرا إن شاء الله في التعامل الحديقة عشر مساء حلقة جديدة من بوكس تو بوكس إلى اللقاء موسيقى موسيقى